قال جاء تصل عليه واحد شركة رحلات فرنسا قلت نعم قال شوف أنا عندي شهر عسل بعد أسبوعين حياتي ما طلعت من الرياض كلها حتى الخرج ما رحت طيب قال ما دري من اللي ورطني وقال لحجز فرنسا حجزت التذاكر درجة أولى حجزت الفندق الفلاني قال قلت لهم أبغى مرشد سياحي أنا أحد معي أنا ما حرف لا عندي إنجليزي لا عندي فرنسي لا شي ولا عرفوا شي فرنسا وقتها فيقول والله يعطوني عرض أغلى من المهر فيا أني أطلق يا أني تروح على التذاكر فوالله العظيم بحثت بحثت كل ما أبحثت تطلع لي أنت أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم من حاتم النجار وهذا مربع من ثماني خيل أن تتعلم لغة ما لما تقرر أن تسافر للدولة التي تتحدث بها دون أي خطة مسبقة إنما بدافع الاستكشاف ثم تجد نفسك فجأة تعيش حياتك كاملة هناك هذا ما حدث مع ضيفنا أحمد بن زيد اللي ولد في منفوحها ثم درست اللغة الفرنسية في جامعة الملك سعود بالرياض أكمل الشباب في الرياض وجرب عدة وظائف وأعمال يقول مناسبة طبيعتي يقرر بعدها السفر لفرنسا بدون أي خطة أي مال أي عمل هناك بدأ يعرض خدمات سياحية مجانية على أي عربي ضايع في المتر وبدأ يخطط الحصول على مليون ريال يقول هالمليون نسمع عنه ورقة جفنا وكان يحلم يشوفه في الحساب شركات عديدة أسسها في مختلف المجالات مغامرات عديدة خاضة ذكار عديدة عاشها وتأملها ونقلها لنا في هذا اللقاء مربع فيه لقاءات متنوعة لكن هذا النوع تحديدا هو الأجمل والأقرب لقلبي ضيف عاش حياة ثرية وجاء جلس معنا وحكى لنا قصتها كاملة بصدقها تقلباتها نجاحها فشلها أمالها ألامها ضحكاتها فبين أسلوب أحمد الرائع تجاربها الجريئة تقلبات أحواله هذا اللقاء ممتع حقا تمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا إيش أكثر الخطاع للناس تروح فرنسا تسويها ولو سألتك قلت لك بجي فرنسا بتقولي لا سوي كذا لا تسوي كسائح كسائح وهذا لو شيء عنصر مهم نتكلم عنه نحن بدأنا ولا ما بدأنا بدأنا فيه قضية قضية السائح بشكل عام مو فرنسا بشكل عام لما يروح الفرنسا أو الفرنسي لما يجي هنا أو غيرها هي قضية معرفة ثقافة البلد وأهل البلد وهذا المثال دائما أضربه لما يروح هذه الفرنسا الآن ويدخل محل نقول سعودي الآن أو خليجي عادة داخل أنت زوجتك عادة الفرنسيين يبدأون بالسلام بونجور سواء كانت البنت أو الشاب الملاحظ على مثلا الخليجي أكثر شيء يعطيها ابتسامة وغالبا ما يعطي لا ابتسامة ولا يرد كأنه يتعامل مع محل في السعودية فيروح يشوف الملابس فمباشرة هذاك الصورة اللي عنده أنه هذا الزبون عنصري وما يشوفني شيء ولا يحترمني ولا يقدرني فتروح أنت مع زوجتك فهذاك عند حالتين أما يتركك يقول ميت زميلة هذا عنصري أنه ما تعامل معه أو يتعامل معك بوجه مختلف يعني كذا شد عادة أنت تخرج أنت على طول الصورة الموجودة عندك يا أخي الشعب الفرنسي عنصري مرة هو ما جلس ليوم حتى ولا دخل إلا محل واحد لكن لما تجي تعرف البلد وتعرف كيف نظامهم عندك مثلا في السلام عندك مثلا في فتح الباب فأنت أمام مثلا باب محل مثلا دخلت ولازم تشوف اللي خلفك لما تفتح الباب وتتركه ويضرف اللي خلفك يزعل ويشوفك غير محتغم فالفرنسيين لا متعود يمسك الباب اللي وراء لازم يقوله ميغسي لأنك كذا وأنت عدت ترد نغياء أو يعني مثلا لا شكرا على واجب وكذا أو كيفك أو بعض الحال يمسك لك الباب فتدخل كأنك شايف واحد مثل الجدار فما تقوله ميغسي بعض الفرنسيين يعصف يقولك ميغسي ها ميغسي يعني زي اللي قال شكرا أنا أذكر مرة الشباب كانوا معنا في جروب تقريبا 17 وخذنا جولة تقريبا 20 يوم 20 يوم في فرنسا جولة كاملة فكان في مثل الفود تراك هذا حق الإسكريم فأنا كنت أشرح المجموعة ومجموعة راح يشترون إسكريم في وقتها كان حر كانت في قلعة كركسون سمى القرقشون أيام الأندلس يجنوا في فرنسا فلما راح أشوف المرأة هم شاروس كريم راحوا يعني طلع راسها وتقولهم ميغسي ها ميغسي فهم وقفوا وينظرون فيني أي مشكلة تصيرهم ينظرون فيني قلت رحت لها قلت شيء قالت يعني ما أحد قال شكرا راح حتى لو تشتري لازم تقول شكرا فبعضهم يقول يا أخي بفلوسي هذه ثقافة فإذا تعلمت ثقافتهم نفس ترى عدت عندنا عندنا الآن مثلا أنا مرة مثلا كنت معزوم عند أهل الشمال فقال لي أخوه يا أبو زيد لازم تاخذ تمرة نظام أهل الشمال تاكل تمرة نصب بالقهوة غير أهل الرياض وأهل النجد وغيره وأكيد الغربية غير والشرقية غيره فأنا دايما نصيحتي لأي سائح سواء يروح لفرنسا ولا غيره حاول تقرأ في ثقافته من طريقة تعاملهم طريقة كذا لذلك هذا يجعلك أقرب للحكم على الشعب طبعا حتى ولو كان دايما نقول لا تطلق الأحكام ولو قعدت بعضهم ترانزيت يقولوا والله حقيقة سويسرا نشوف شعبهم عنصري هو قاعد في المطار ساعة ويقعد لك والناس مساكين يأخذوا من أحكامها ويخططون رحلاتهم على أقوالها هذه فهذه مهمة جدا هذه أول نصيحة وآخر نصيحة دائما للسائح تعلم عاداتهم تقاليدهم حتى لو كانت مخالفة لعاداتهم بس أهم شيء تعرفها حتى ما تقع في خطأ كيف تعلم عاداتهم؟ تقرأ نحن تقرأ عنها شيء ما تقرأ عن عاداتهم في الأكل عاداتهم في المناس عندهم قائمة غالبا بيروح عشرة ماكن لا ما تكلم عن ماكن سياحية مكان السياحي شيء والثقافة شيء لذلك يعني مثلا خدمة المرشد السياحي وانا أهميتها فيه بعض الأحيان واني يكون معك يعلمك ترى هنا غلط تقول له هاي مثلا في مطعم فرنسي واحد كان بيطرد مجموعة وكنت أنا جاي مع واحد فيا الله فهمت حتى اقتنع فواحد يقول هاي هاي فجاء معصبه قال لي أخي ترى بفلوسنا قلت إيش بفلوسك هذي هذي عيب عندهم وقلة احترام أنك تنادي بهالطريقة فاعتذروا قلت لهم لازم تعتذرون تقولون لباغدون ولا إكسوزو مواء فاعتذروا الحمد لله يعني مشت الأمور على خير هذي لازم تتعلمها على الأقل على الأقل تسأل أهل البلد إذا تعرف أحد أو واحد يشتهد شوي وعشان ما يحكم عليهم بأحكام معاكسة للواقع كنا نسولف قبل فترة فتقول لي فرنسا من الشعوب المظلومة فهي لا هي عنصرية ولا هي ضد المسلمين ولا شيء هل بس هذا سوء الفهم اللي صاير فعلا؟ لا سوء فهم في هذا شوف أنا أعطك مثال الحين خلني نجيبها على أطاري دائما نتكلم عن المسلمين أنه حرب على المسلمين وكذا 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 دائما أحكام الناس تنطلق هنا مثلا من الإعلام اللي يشوفونا أو ما يسمعون وأنا طبعا أنطلق من واقع عشته أنا كنت مثلا نفس الصورة هذه أول سفرة لي في 2009 كان فيه تخوف يعني تعلمت اللغة وكذا ولكن عندي تخوف أنه ربما في المطار حتى أنا كيف أعدي المطار بس على خير فمع العشرة مع الوقت ومع الناس اللي يسابقونا واللي ولد هناك أو الفرنسيين اللي أسلموا أو كذا تعلم أشياء كثيرة مثال كان في فرنسا يسمح بالأضاحي يعني المسلمين يضحون في بيوتهم أو في حدائقهم الجاردان اللي هي عديقة المنزل سانة سنتين ثلاث تحذيرات تنبيهات من بلديات حتى منع طيب ليش منع؟ لأن المسلمين نفسهم يقولوا الحمد لله أنه تم منعه لأنه للأسف كان يعني أنت الآن تعتبر غريب المفروض جارك يهودي وجارك الثاني الأسراني الثالث والرابعين كان فرنسي أنت تجي تأخذ الله يكرم في القاذورات والجلد وهذا والدم في الشارع وترمي ولا في احترام ولا في اهتمام فمنع هذا لسبب هذا وش اللي يصل هنا؟ آه فرنسا تحارب الأعياد وتحارب الأضاحي وكذا معنا ما معناها تألف البيوت ترى قالت فيه مسالخ في أماكن يذبح فيها رسمية هذه الصورة الكاملة ما تظهر وخاصة اللي يظهرها من عادة اللي يكرهون أي شيء من الغر أي شيء من الخارج أنا بحارب فرنسا بأي طريقة فلذلك أي شيء لازم أعطيه النكهة خلنقوا النكهة شوي بعض الحين دينية عشان أثير الناس ضد فرنسا وخلاص معنا الله عز وجل وشيقول ولا يجرمنكم شنآن وقوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يعني حتى اللي يظلم لك حتى وإن كان عدو وإن كان فيه شيء من الصواب من العدل أنك تقول فيه صواب يعني هذه إشارة من الإشارات المهمة أبو زيد في فرنسا ولنها سوال طويلة في فرنسا بس ودي أفهم كيف وصلت إلى فرنسا وقبلها عشر سنوات لازمت ابن جبرين الله يرحم أكينا عن هذه العشر سنين شوف خلنا أعطيك كده سرد سريع دائما نقول أنا عندي عشرة وعشرة وعشرة لأنه وصلت إلى الأربعين حين خمسة ورفعين أنا أصلا بداياتي بشكل عام كروية بحت الطموح الأكبر أني أكون مسي السعودية ما كان فيه مسي وقتها مرة دولة وقتها أشرط المرة دولة كلها عندي والحمد لله أنا كنت لاعب لاعب يعني في الابتداء دائما أي دوري أي شيء أحسن لاعب في المدرسة أحسن لاعب في الدورة أحسن لاعب في الحواري أحسن في أي مشاركة في المتوسط نفس الشيلة وصلت إلى الجامعة منتخب الجامعة وكان حتى اختاروا من الجامعة الثنين فقط أنا وواحد وكنا بنروح للكويت في دورة وكان الوالد الله يرحمه يخاف من هالأمور السفر حتى لو وولينا أي شيء ببر السعودية تروح الأمريكية كل شيء أمريكية حتى الكويت أمريكية فرنسا وهذه ما نعرف حتى إحنا وننا صغار ما نعرف إلا أمريكية يعني حتى مباريكة فكان خلاص بقى الطموح على الحواري وعشرت كثير من اللعيبة اللي بعضهم الآن اعتزل أو معروفة الآن من نعبتين الشباب والنصر والهلال وغيره ومهازلت ألعب يعني لأنها عشق بعد خلنقول الثنين وعشرين خاصة بعد وفاة الوالد رحمه الله كذا وارتباطي بالشيخ من جبرين هو أصلا كان في نهاية حتى الجامعة بدأ عندي توجه لهو من أنا آسف بقتك بس قبل شيخ جبرين أنت ما كملت المسير الكروي بسبب لو عالدة ولا؟ خلاص حواري لماذا ما أصبت لعب؟ لا خلاص الحلم توقف خلاص لماذا؟ لأنه تعرف أنت العمر إذا وصل تقريبا إلى ثنين وعشرين وعشرين ثلاث وعشرين خلاص الطموح يبدأ يقل القضية والتوجه عندي اختلف أصبحت الكورة يعني مجرد هواية مهمة بالنسبة لي ورياضة الحمد لله ولكن أصبح الطموح الآخر أنه أنا من؟ وماذا أريد أن أفعل؟ وكان أيضا من طموحي كيف أقدر أخدم الأمة بشكل عام أمتي وبلدي ولازم أعرف من أنا فبدأ عندي حتى التوجهات اللي هو قضية النجاح في الحياة وكيف أقدر أكون نفسي كيف أتحدى بعض الأمور سواء مالية أو غيرها يعني ما كنا من الأسر الغنية أولا حتى أقل شوي من متوسطة ولذلك من اليوم الصغير أشبه بالعصامي أنا أذكر كنت أبيع في منفوحة أهل المنفوحة يعرفونها يعني بلد الأعشى الشاعر الجاهل وهي قديمة وهي من طبعا أهل الرياض كلهم المعروفين الآن خرجوا منفوحة والمصانع والأحيان القديمة الآن اتجهوا إلى جنوب الرياض ثم الآن إلى الشمال والشرق فكنت أشتري هذه الله يرحم أمي كنت أروح معها الأسواق أشتري هذه المربع اللي فيها نسميها الفقاشات تفقش ويطلع لك مثلا علك أو حلاوة أو كذا كنت أخذها تقريبا بعشر ريال وأبيعها بثلاثين أقعد على عند الباب يلا الجيران أي واحد بريال مصر ريال وبعضهم يفقش مرتين وسامح وعطي ثنتين فآخذ وارح أشتري ثنتين حتى كانت الفكرة مثلا أشتري سيكل هذا من الأشياء اللي تعلمت من أبوي الله يرحمه أبوي كان يبيع في السيارات ويشتري وكان يعني معروف وقتها في منفوحها ببيع البيوت والشراء وكذا حصلت لها نكسة معينة وكذا مو بوقتها الآن مثلا بأشتري دباب وثلاث كفرات صار طموح عندي دخلت مسارا اللي هو الصواريخ والشروخ اللي تعرفها وقتها لا والله ما أعرف إلى الآن نسميها الصواريخ والشروخ خلي لعب النارية آه إي بس لعب النارية على صغير نسميها طراطي لا لا إيش سميها طراطي لا طراطي هذه حكا تصدار الصغار هذه حكا تصدار يعني ف بس ها كيف تستخدم الصواريخ والشروخ يعني في العياد عادة طب هي طراطية نفس اللي نفس التقليل الصاروخ هذه ف مو باللي أستمتع بها لأأخذ عشان أبدأ أبيع وأنا مشكلته إذا دخلت في شيء لازم أوصل للراس الكبيرة كان معروف عندنا في الرياضة من يبيع فلان وفلان معروفين منوير وكذا طيب هي من وين تجيب وأنا صغير توني يمكن حتى الظهر في أولهم توسطه للأقل طيب من وين تجيب هذه حتى لقيت المورد الأساسي المورد الأساسي وبعد يمسكه صار يبيع الظهر شوي متفجرات هي كانت مصرحة يعني في ذلك ما كانت مصرحة اللي بيعها المصرح شيء بسيط مع البيع والشرى حتى شرأت الحمد لله الدباب وثلاث كفرات معروف قديم وقتها بهذه الطريقة أنا الحقيقة من ناحية البيع والشرى والحب التجارة بدأت بهذه الطريقة مع الوالد دائما يعني كمثال مثال عندي وقدوة ونفس الشيء التحفيز دائم فكان السؤال عن كرة القدم بعدين من أنا كنت تقول أبحث عن نفسي كيف كنت أبحث عن نفسك وكيف وجدت نفسك وجدت نفسي هذه العشرة الثانية الحين نتكلم طبعا انتقلت الكرة صارت هواية والشيخ بن جبريل الارتباطي فيه أول ابتداء لأنه قريب الشبه لبوي الله يرحمه أول ما رأيته يعني وأنا إنسان عاطفي جدا وحساس فخلاص كذا دخل في القلب وصار فيه ميول حتى لطلب العلم والشيخ رحم الله كان يعني عنده تواضع عجيب يجعلك يعني تحبه مباشرة كانت بداية دروسنا يذكر 1420 19 كانت بدايتها بعد الفجر كنا 20 أو 25 كان حتى بدون ما يكبدون شيء كان الشيخ جدا جدا متواضع وكان حضوري معه محبة يعني أكثر من أنها طلب علم وغيره واستمرت سبحان الله معه عشر سنوات حتى صرت فيه داخل البيت أو من المؤسسين للمؤسسة الحالية مؤسسة الشيخ جبري الخليل وكونت فيها نفس الفريق اللي كان ما زال موجود إلى الآن جلست معه عشر سنوات أدرت الدورات الصيفية كمدير تنفيذي والموقع الإلكتروني كذلك وكان فيه فيه يعني عمل طويل معه عشر سنوات حتى بدأت السفرات الفرنسا حتى الشيخ رحمه الله كنت أنقله بعض الأحوال في فرنسا التي تحدث فصار بعض الفتاوى يعني يتوقف فيها وبعضها يعني ربما يكون فيها تراجع لأنه للأسف كثير من اللي هناك ينقلون الصورة أو اللي هناك ينقلون الصورة اللي هناك معاكسة للواقع أنه يمنع كذا ويمنع كذا وهو الواقع غير صحيح فاستفدت في هذا الجانب من الشيخ وتواصل حتى هاتفيا الحمد لله فالشيخ لها قصة طويلة معي ومواقف صراحة كثيرة جدا ومن أعظم مواقفة زيارت لي في البيت يعني رجل بأمه وشيريد بواحد عمره في العشرين والعشرين لما عرف أني تعبان ذلك الفترة ذلك الفترة يعني شبه فقدت النطق تقريبا شهر أو شهرين لحدث اجتماعي كان قوي علي فلما عرف أني غبت لها الفترة تفاجأت برسالة أنه ابنه سليمان قال أنا جاي نكل بيت الشيء الوالد يبغى يزورك صدمت صدمت وكانت الزيارة انعكاسة نفسية لي يعني معلويات عجيبة فعلا جاء ورفض أني حتى يجلس على الكنب جلس في الأرض ذكرا كان قال تحرك يداك كل كذا تحرك رجلا قلت ترى تسمع قال الحمد لله إذا على نطق بس سبحان الله يعني أعطاني معلويات يعني الوقت هذا أعرفه رد على الفاكس وأسئلة الانترنت وبعض الكتب المؤلفة يكتب فيها مقدمة مقدمة فرحم الله شيخ رحمته واسعة الله يرحمه جزاعة عن الأم خير الجزاعة العشرة الثانية اشتخل كيف بدأت أصفر رحلات كلا في 2009 وطبعا أنا بعد ما أخذت اللغة وتخرجت اشتغلت أكثر من عمل كان أغلبها يعني عمل خاص إلى أن عملت في في وزارة لمدة سنتين بعمل حكومي وكان العمل الحكومي في وقتها شبه يعني روتين ميت ما فيه شي تعمله إلا اللهم اليوم عليك الفلافل وبكرة عليك الفول فأنا من نوع اللي ما أحب هذا النوع أبدا من العمل لو تعطيني مئات الملايين أني أكون معطل ما أستطيع فبداياتي كان في حماس حتى مع المدير التنفيذي للمركز فأعطي خطط أعطيها في كار أعطي كذا فكانت يعني ترمى لدرجة وصل مرحلة يعني أمامي يقول يا أخي خرابيط بدأت تحطم يعني الداخلي فقلت لا ما ينفع كده سبحان الله استغلت السنتين في ذاك الفترة كان عدد الموظفين تقريبا المركز تول جديد تابع لأحد الوزارة وصلنا إلى أربعين موظفين العربي الأربعين لا يعملون شيء يللهم الدوام اللي يتأخر عليه خصم واللي ما يتأخر عليه خصم وكذا يعني ما فيه ما فيه شيء لا فيه خطة ولا فيه كان معنا ثلاث سابقا غير الآن طبعا فاستغلت السنتين هذه في أمرين أمر الأول تحفيز كل الموجودين من المراسل إلى على دكتور أنه إلى متى وقاتنا كذا ضايع الذين يلعبون بلوت بس من يجيب فول ومن يجيب كذا والحمد لله كان فيه أثر كبير على مجموعة منهم واحد منهم كان مراسل هو أخوه واحد يسمع منه ويطلع منه الثاني كأنه اقتنع بدأ يجين عندي المكتب دائم يوميا كل صباح طيب يش أسوي قلت يا أخي كمل ليلي ثانوية وكمل كذا وكمل كذا كم فراش وأنا مراسل ويش تبغاني يصير والله تصير ما شاء الله عندك عقلية عندك كذا كيف عرفت أنه تغير وأنا استقلت بعد سنتين لما جاء شهر عسل لفرنسا كلمني أنا جاي شهر عسل عن طريق شركتك قلت من قال فلان قلت ما شاء الله كذا قال بشر كان الآن أعمل في المكان الفلاني خلصت الليلي كملت ماجستير في أمريكا وقريب إن شاء الله الدكتوراه وزوجتي كذلك معي والآن أنا في المنصب الفلاني ولما وصل ويعانقنا وكذا قال أنا ما زلت أتذكر ذيك الكلمات هي اللي غيرتني قلت أخوك أخبار قال لحي مراسل ما تغير شي فيه ففي مجموعة من الشباب الوقت هذا استقلوا في التعليم عن بعد وهذه رسالتي دائما لكل الشباب لكل الشباب استغل وقتك دائما بما يفيدك يعني ثم قال بن مسعودة وبن عباس يعني لما رأى ناس يضحكون كل وقتهم قال يعني أني أمقت الرجل يعني لا هو في أمر الدنيا ولا دين يعني لا الدنيا ولا آخرة سبه لنا فعلى أقل أنتج لحياتك أنا مثلا مجلس مع الشباب أولاد الأخت أقول الشباب خاصة في الصيفيات شوفهم من الصباح نوم إلى الليل الليل بلاي ستيشن أو أي لعبة كانت ما فيه أي إنتاجية للحياتهم فالحمد لله الجلسات مع هؤلاء تصل إلى أثر التغيير طبعا ربما من العشرة يطلع لك ثلاثة أربع نعم الحمد لله يعني تعطيه يعني طبعا أرجع بس الخط وراه كان عندي مجموعة اسمها نبض الوفاء هذه المجموعة تطوعية كانت فيه طبعا قبل فرنسا وقبل كان همي فيها أجمع كانت بدايات الإنترنت ترى عام 2000 إنترنت تقريبا 1999 وكذا يعني صار عام للناس فأسس مجموعة بريدية كان الفكرة منها أنه أي كان تعرف زيما تسمي نفسك مطوع تسمي نفسك ما يهمني يهمني أنك أنت تستطيع تفعل شيء كانت في المجموعة كيف نستطيع نخدم مثلا جمعيات التحفيظ كانت حتى مكافحة المخدرات جمعيات البر أي أن كان كيف نستطيع نخدمهم بإمكانياتكم هذا مصمم هذا مبرمج هذا مصور بطريقة طبعا كان وقتها تروع شباب وبنات يعني صعبة وقتها وتعرف تجيك بعض أحيان ألقاب يا كذا يا الإبرالية وانت ما لك علاقة في الموضوع ولا التيار هذا كله فسبحان الله المجموعة تطورت إلى أنصارة مؤسسة وصار فيها حتى مؤمن السعودية من الوطن العرب إن شاء الله كلهم يشتغلون في منظومة واحدة كلها في منتديات أي من منتديات الحمد لله وهم اللي يشرفوا على موقع الشيخ مثلا إشراف اللي هو كان اسمه طلاب الشيخ ودى ثلاث سنوات ثم أغلق تحولي إلى موقع الشيخ فكانت الفكرة هذا الشاب اللي تشوفه أنت كلها أسود افتح له في حياته نقطة بيضاء واحدة إذا شاف أثرها هو يتوسع وهو لا يشعر لدرجة أنه ما يجد الوقت للموضوع الأسود اللي هو عنده ما هي قضية أنه ولا فلان تاب ولا فلان تغير ولا فلان لا لا هي قضية ما وجد وقته الآن للفراغ هذا اللي كان يعيشه وقصص كثيرة نذكر بس قصة واحدة لأنه قبل أيام تواصل معي هذا واحد كان ما يطلع من بيته أبد لا يفيد أهله لا يفيد مجتمعه ترك الجامعة وصل وقتها الجامعة كان حتى اسمه في الانترنت كتوم كتوم يعني ما يتكلم مع أحد درجة وقته تعرف الشات وكذا ارسل القديمة شات الود ما يتكلم قلت هذا شكله يعني شكله كتوم شكله مبادم ما أدري كان في حوار وفجأة تكلم قلت له فيه فيه في نفس حاولت تكلم مع الخصد أخذ وعطه معي أخذت ووقتها ذكرت كان ثابت مبعد يول تعرفت عليه زرتها طلع معي شوي شوي فما كان وقتها يعرف إلا أنا أعطاني التصريح أنه يطلع حتى لما جاب يركب معي ومر وشافني ويفتح البيت ودخل وبعدين شوي انتظر وطلع الحمد الله يعني كان وده يهول سبحان الله استمر فترة كان تقوقع قصة طويلة لكن أبغى النتيجة نهائية أصبح نائب مدير شركة دخلها شهري ثلاثين مليون ما شاء الله في وقتها الآن الآن لما شافني جاي استغربت لما جاني في السناب تذكر فلان أنا فلان ورد ووجهي والله السيارات ما شاء الله والنعمة والخير وكذا شوف كيف تغير صار هو الأول في العائلة هو القائد بين أخوانه وأخواته يعني نجح أسريا كمل دراسته نجح تجاريا مثل هذه النماذج الحمد لله تكررت كثيرا بس هذا في حالته وش كانت يعني نقصة التحول كان كذا في البيت كان عنده موقف صار مع زملاء له راح الشرقية كان يدرس في الجامعة صار بينهم خلاف يعني كان صديق معه قريب مقرب له فأنصدم من موقف وصار بيتوتي وما يريد أصحاب ولا يريد أحد وترك الجامعة وتأثر نفسيا حتى صلاة ما يصلي ولا شيء الحمد لله اتوقع خلال ستة شهر إلى سنة يعني انقلب الوضع أن نشتغل معكم شاف ناس قضية كلها حوار شاف عمل غالبا معي كان ومع مجموعات كذا ولكن سبحان الله كان الحوار هذا جعله يعني تعزيز تعزيز ثقته في نفسه وأغلب الناس ترى مشكلتها ثقته في نفسه معدومة كلمة واحدة ترفعها وربما كلمة والله تدمر حياته وهذه دائما رسالة للمدرسين ومدرسات المربين المربيات والله كلمة تغير حياة الإنسان كامل وكلمة تلقى طول حياته متدمر بسبب هذا الكلمة واحد يحرص دائما على الكلمة الطيبة الملافظ الملافظ سعد أحس أنه قاعد تتذكر شيء وأنت تتكلم أحس أنه أشياء كثيرة قل لي أشياء اللي جهب لا لا خلها المواقف كثيرة في جانب آخر ننتقل إلى 2009 ننتقل إلى 2009 بدأت تسافر إلى فرنسا فرنسا إيه إيه اللي خلّك أصلا تسافر إلى فرنسا وليش فرنسا طبعا آخر سنتين أو آخر سنة طبعا أنا تأخرت في الجامعة تقريبا خمس سنوات مفروض من كرس وتأخرت سنتين كان الوالد رحمه الله يعني مريض فكنت أترك ترم كامل لمرافقته وكذا فأتأخر آخر واحد تخرج أنا طبعا كان يكلم للدكتور الصادق الله يحفظه يقول لي يا أحمد أنا كنت في المجلس هذكر ليش ما تجي قلت والله توقع خلاص راحت عليه قال ما بقي إلا أنت لازم تتخرج عشان المنهج كله بيتغير المنهج اللي جربنا عليكم غير جيد قلت توقت تنع وأنا كنت أقول أول ما بدرسنا كان منهجنا يعني كلغة فرنسية تعبان يعني ما تطلع واحد يتكلم بلغة فرنسية الآن الآن لما شفتم في لقاءات في معارض البنات والشباب في الترم الرابع يتكلمون فرنسية بشكل مخيف قلت أنتم ما شاء الله يعني أنه السبب ترى فقال يا أخي تعال اختبر هذا الاختبار حتى لو ما تعرف شيء بس أهم شيء تنجح فعلا رحت وتخرجت الحمد لله وبدأ التوجه أنه أنا أبي هذه اللغة وأبي أستغلها في أمور يعني سواء فيما يخدم الإسلام وفي نفس الوقت فيما يخدم يعني أمر التجاري وغيره ربما في فرص في فرنسا ربما ربما فلازم أروح أجرب لغتي 2009 وكانت أول سفرة لي كانت مع أحد الشباب مهندس طبعا أخذنا لفها في أوروبا تقريبا ثم فرنسا هذه الزيارة الأولى استكشافية الزيارة الثانية كانت طبعا زيارة استكشافية هو خطبة على الطب تزواجت أطلع من الخط على الطب أي لا مو بزواج هو كان تقريبا يعني هو طريقة أنا أعرف والدها والدها معروف هناك مثل ما تقول أشبه بديدات فرنسا وتعرفت عليه وعجبت فيه شخصيته واسلوبه ومرح جدا جدا وكان فيه رؤية فسرت أنه أني أخذ البنت بنته رؤية كانت فيه وكنت صارف نظر عن الزواج في ذلك الفترة نهائي بعد بعض المواقف اللي صارت وراحت معي أختي وفعلا بدت الخطبة وبعدين رحت رأيت رؤية لا لا رؤية جدا قبل ما نروح واتفقنا على المجيء واتفقنا على الخطبة واتفقنا على كل شيء والحمد لله يعني تمت الخطبة لكن ما تم الزواج إلا بعد سنتين يعني والدها شوية ما بين أخذ وعطى تعرف مثل ما قلنا نسمع بعض الأحيان لما الآن نرجع لقضية أيضا حتى اليوم نتكلم بالسؤال الأول هو لما أقول لك مثلا عن العرب في فرنسا مثلا فعلى طول يعني التوجه اللي عندنا هنا أوه نصابين ونشالين و هذا فيه ظلم كبير كل إخوانك العرب اللي هناك فيهم الدكاثرة والمهندسين والصيادلة والمبدعين وأغلب الطباء فرنسا عرب وهم اللي بنوا المساجد وهم اللي قائمين بكل شيء هناك فأنت قاعد تشوف فقط اللي تشوفهم ثلاثة أربعة في المطار أو في شارع الشانزيزية فتحكم نظرها العاملة اللي أنت ما ترضاه على نفسك لو يعني واحد مثلا سعودي أو خليجي راح وأساء لجنسيتك بتصرفات سيئة هناك ما ترضى أن كل اللي هناك الفرنسيين والعرب بيقولون سعودي كلها كذا وكذا 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 فأنت ما ترضى على نفسك لأنك تقول تعالوا عيش هنا وتعرف الفرق مو بكل الناس مثل ما تشوفهم هذا جانب فلما رحنا طبعا لالفين هذه كالفين هي الفين وتسعة استمر الوضع لين 2011 يا حمد لله تزوشت في 2011 في فرنسا وبعدين جينوا زواج هناك كانت على حياة الوالدة رحمه الله وهي ما زالت يعني كانت مريضة الوالدة عشر سنوات أصيبت بجلطة فكنت تردت دائما من هنا وهناك يعني ما استقريت هناك ولا استقريت هنا بسبب صار عمري هناك وصارت الوالدة هنا فما استقريت يعني بس كيف يعني رحت فرنسا أسست عمل هناك كان شركة سياحية طبعا بداياتي كانت طبعا بعد ما تركت العمل الحكومي أثناء العمل الحكومي بدايت أ أسس الموقع الإلكتروني كان اسمها رحلات فرنسا كانت مجرد فكرة الاسم مبسكر جدا صراح لا مجرد فكرة ما فكرت والعلاقات العلاقات اللي موجودة عندي اي ما بهمي والعلاقات اللي موجودة عندي اللي قديمة هذه موسأس نبضلوفة كلهم شاء الله مصمين وكذا وكذا مجرد رسالة فلان أبي شعار بلاش أبشر فلان أبي الموقع أبشر يومين أسبوع صلحت موقع صلحت كده مجرد فكرة مصمين شا سوق ما أدري ما قد رحت ولا شي مجرد أنه مأسس شي فييوم ما أمنت بالفكرة رحت استقلت ما بعد تزويت شي بعت طيب ريال على الأقل ولا شي ما بعد تزويت شي أصلا بس مؤمن أنه الفكرة هذه بتنجح إذا سافرت هناك بشوفش الوضع سياحية أبغى أروح لفرنسا أبغى برنامج كامل والله تبي طيران طيران ما أبي أبي برنامج كامل أبي من المطار إلى المطار تبي فندق يا ابن الحلال أنا ما أعرف شي فرنسا فما وجدت ولا مكتب يخدمني تعرف كلها مكاتب حجوزات طيران فنادق وسلام عليكم لما رحت هناك بدأت في أيام المنتديات أنشر مرشد سياحي لوجه الله أبد بس أبغى جرب فأول واحد رأسني ذكره عراقي جامل عراق كان وكيل أبل ولا كذا مسيت والله تفاصيله طبعا هذا هبال يعني هاي واحد تتعرف عليه وتروح وفي بلد غربه ولا تعرف شي ففعلا قعدت معه ثلاث أيام أخذ من الفندق وروح مشي طبعا حفظت باريس كامل بالمتر المتره كله وأنا مغمض الحين أمشي فيه أكثر من الفرنسي كلها طبعا والآن الحمد لله فرنسا كلها تقريبا ف ثلاث أيام تمشي معي قال يا أخي الحين أنت لوجه الله وتعبت معي وكذا قلت كفي أكل وشربه مجهنة وشبي أكثر من كذا وما بيقول لأني قاعد يتعلم عليك مبسوط ممكن تكتب لي إنك مبسوط في المنتدى أو في الموقع لا في الوقت ما أدري هو تصاب وقتها ولا وش في الوقت لا معذ ما أدري وش كان وقتها بس اكتب لي عشان أنشرها بعدين أو كان السجل القديم يسمونه السجل السوار كنا نركبها يعني في يوم خالص يعني سبحان الله واحد ورا واحد بحس ما ما جانوا يغير فقلت يا حبيبي روح ادخل في محطة المترو أي واحد ضايع دخلي يجي رح ساعده ولقيت عائلة مصرية ضايعين يدورون يدورون السلام عليكم عليكم السلام قلت قال يا أخي أنا أشير الشنط لا والله يا باشا قلت والله نشير معكم تعال حتى وصلتم فندقهم عاوز قلت ما أبغى شي الدعاء بس طيب هذه التجربة يلا خالجيا تعبت معهم في البدايات ليه ألقاك ضايع أنت وزوجتك واضح أنكم ضايعين السلام عليكم يا أخي تراني سعودي طيب لأنه عند تعليمات أي عربي لا ترد عليه السلام لأنه نكذاب ونصاب ونشال والله بأخدمك والله سعودي مما مفوحي بالعلم فتعطي بعض العبارات يتسارى رون يعني زوجتك كانهم يقولون ما شكله سد يعني سعودي مش تبغى مرة واحد بيزواجتك هذه طرفة هي قالت أنا أعرف كل شي فراحت أخذ التذاكر متغو شارد يقول شارد يقول هو المطار وهم يبغون محطة شارد يقول اللي هي المترو اللي هي مفوض بيورو فأخذت هي تقريبا كانت بـ 15 يورو وكذا فهو جالس يحاور يعني أشبه شوي بالطاقون يعني وانا كنت وقتها طبعا مو بوقت البدايات هذه بس كنت لدخل مع الشنطسي فأسمع الصوت والمشاكل آه مالسلام عليكم عليش ممكن قال يا أخي قلت أنا سعودي وكذا قال يا أخي التذكرة المفروض يورو وأنه زوجتي شارد بـ 15 وكذا وناظر المطار أقول لها المطار خف يطلقه قلت له لا لا بس هذه أنت تبيه محطة شارد يقول لي قوس النصر قلت له قلت هذه الدخلك هي قوس النصر بس ليش غالية قلت ربما فيها خطأ إذا تبغى ارجع لهم خطأ من عندهم أكيد طبعا كانت في دور قال لا والله كثير وكذا قلت أجل ماش أمورك فيها صعبها نقول له إنها غلطت يصير مصيبة فهذه تجيك مواقف كثيرة في هذه الحمد لله عموما كانت البدايات تطوعية على قلتهم متعودين على التطوع فبديت أشوف ليش العوائل الطبقة الخاصة المتوسطة أشوف الشانز الناس بلي عندهم سيارات عندهم ليش ما يجون فرنسا بكثرة أو أوروبا كذلك أغلب العوائل تعرفهم سبعة ثمانية وين يسكنون هذولي صعبة فأول فكرة طلعت أنه كان مع أي صديق برتغالي وكان صديق مرة يعني وتعرفت عن باريس كثير عن طريقة والأماكن وكذا فقال لي قلت لي أبغى شقق سكنية هل هذا ممكن في باريس زي شققنا في الشرقية وكذا طبعا ما عرف شقق بس نقوله في بالي فقال لي في موقع فرنسي كذا كذا فتعلمت عليه تعلمت عليه فاستأجرت أول شقة وسكنتها أنا كانت الصينيين وعجبتني والله اطلالتها وموقعها جن بورجيفل وكذا ونظافة وتكتيق قبل اير بي ام بي وكذا نفس النظام بس هو موقع فرنسي يوم أخذتها رحت وقناعت ثلاثة من الزملاء وواحد زميل ومعها ثلاثة من الدكاترة من إلى المطار قال أكيد قلت أكيد تبيض وجشك لا تشي الهم طبعا ما تفكر وقتها لا بربح ولا شي بس الله ترى اسمي رحلات فرنسا وأنا شريكة المرسلات كانت كلها إيميل الإدارة المالية الإدارة ولا في إدارات ولا شيء من الحالي يوحي للعمل أعميل أنه هذه شركة طبيعية السائق في انتظاركم اللي هو أنا أجيب سائق وانتظر هذا أتأكد أركبه سأكون لأنني أقدرك أنا سأكون في انتظاركم ما في اللي أنا أصلا أتخيل أطلع من المطار بالقطار وأقول السائق شوي شوي أمش عشان أوصل هناك وأنا أكون مرتاح وتعطر من جديد وكذا وبدلة استقبلهم في الشقة حقيقة فريق العمل يعني ما شاء الله كنا نأثث ثلاج نجيب الموية وعب بكل شيء وكذا أخي ما شاء الله بزو ويشتر ويشتر الفريق المجنون اللي عندك استقبال ودولي في الرياضة نزام الله خير اللي في الرياضة أنا يعني شوف لو في وقت عطيتك مواقف كثيرة كثيرة في وقت خذ راحتك عنده كل الوقت يعني أنا أذكر طبعا شوف السرد التاريخي الدقيق صعب الذاكرة خاصة الإنسان اللي جئت بعض الشوي الصدمات فأنسى كثير فقال لي اتذكر اتذكر كان أول مكتب أخذته في الرياض طبعا استمرت في رحلات فرنسا وموقع على أصدقاء قريب بدون ربح بدون شيء بعضها يدفع من الجيب يعني أهم شيء يرجع ويكتب لي حتى جاء أول عميل قبل أول عميل كان هذا في الرياض كان أخوي ما أخذ مكتب هو شريك له في جنوب الرياض مكاتب الأقصاد وما الأقصاد وهذه فأخذوا شقة ثلاثة دوار في سطحه لا الموقع زين لا الشقة زينة لا الدرج يعني يفتح النفس تراب كله فقلت له وأنا ما عندي وكان عندي تحدي مع واحد أنه كيف تقدر تأسس مشروع تجاري بدولة يعني في الأصل لازم قرض ولا دين ولا فهذه يعني دائما نقولها رسالة حتى للشباب ترى فكرك رأس مال عقلك رأس مال وقتك رأس مال أنا شباب كثير تجي القاعد حي وراء ما تشتغل يقول ما عندي فلوس الفلوس أنت تصنعها سهلة والمستثمرين موجودين لكن أنت تحرك لو عندك علاقات يعني هالي الخمس سنوات اللي جالس تبني فيها علاقات في مجال معين عشان تستثمرها أما جالس رجل أه رجل ويقول أنا لا ولو عندي فلوس تشوف وش أسوي وهذا لو جتها فلوس ضيعها على طول كان الوقت أنه استثمر وقتي وعقلي وانتج شي والحمد لله كان في تجارب بعضها وأنا دائما أقول ما في شيء اسم التجربة فاشلة أبدا تجربة التي تخفق فيها هي التي تعلمك ولا لا يمكن تنجح وتعلم منها وعلم غيري وأكمل ليش كذا أخفقت عدل الشي الفلاني حطوا الشي الفلاني فقلت الأخوي يا أخي شقتكم ثلاث مكاتب تحتاجون واحد وكذا واشتبي بالضبط قلت والله أنا أبغى مكتب لا بأكلم قلت قلت أنا بأجيب سطر البوية وبأصبغ لكم الدنيا كلها كان ذي بي لها بوية قلت أنا أضبط بس أعطون المكتب اللي قدام أصلا منزيل شقتكم بعد اختنع ووافق وهم ما عندهم شغل يعني ما عندهم زبائل وكذا حطيته جبت رحلات فرنسا وتصميم وكل الخدمات اللي في العالم حاطتها اللي في بالك واللي في بالك بعدين يعني سبحان الله أنتظر ما حتى يجي وأنا أقول في نفسي من يجيك لا مكان زي الناس لا ما يجي سبحان الله كانت الظاهر الظاهر كان ذيك وقتها بدايات أما فيسبوك وقتها أو تويتر أو سيت لكن تصل علي واحد في حال شركة رحلات فرنسا قلت نعم شركة رحلات فرنسا معك سنترال تحولك على المدير قال يا أخي أنا رايح شهر حسل وكذا ومحتاج وكذا وكذا قلت أعطيه المكان وجاء لما دخل تحس أنه جاي وخايف يعني تعرف لي يدخل مع الباب بس ما يبي يدخل يعني بده يتراجع الدرجة اللي شاف والدنيا رحمت فيه جلست وكذا فبدأ يرتاح لي شخصيا أنا ويناظر الوضع مستحيل أدفع ريال دي شار عسل بعد أسبوعين حياتي ما طلعت من الرياض كلها حتى الخرج ما رحت طيب قال ما دري من اللي ورطني وقال حجز فرنسا حجزت التذاكر درجة أولى حجزت الفندق الفلاني وراني الحجز الفندق وكذا عندي الشركة الفلانية شركة وكثيرة طيب قال قلت لهم أبغى مرشد سياح أنا أحد معي أنا ما حرف لا عندي انجليزي لعندي فرنسا لا شي ولا أعرف وش فرنسا وقتها فيقول والله يعطوني عرض أغلى من المهر فيا أني أطلق يا أني تروح على التذاكر فوالله العظيم بحثت بحثت كل ما أبحث تطلع لي أنت مرشد سياحي أنا كان وقتها أسمي مرشد سياحي حط لي حساب أسمه مرشد سياحي ظهر التويتر أنت طلع لي في كل مكان يتطلع لك لأنه فعلا ما في غيري أصلا مبلع أني متميز لا ما في أحد فقلت لأشوف أنا بعطيك عرض مرشد أو مرشدة حتى لو تبني كيفك قال لا والله مرشدة أنا شفت من المحافظين وكذا وقلت لأ عشان طيب خاضر شوي كم عشر أيام قلت بس هذا اللي تبيقال بس هذا اللي بي قلت أبشر بكر الصباح فريق التصميم وفريق مدرمين ويرسلون لك العروض والعرض وكذا أنا بقى بس يطلع عشان أبدأ أشتغل ما صدقت طبعا ما قال لي كم العرض اللي جاء كان ودي أعرف عشان أعرف كم أعطيه يعني ما عندي ما في حتى منافس تعرف كيف تقيس سويت العرض أذكره بسبعة عشر ألف ريال مرشدة سياحية عشر أيام ثمان ساعات في اليوم استقبال وتودية بسيارة فاخية تذاكر سياحية دزني برج إيفل قصر الفرساي النهر السين بوجبة تذاكر المترو مع المرشدة كانت يعني ما طلب هذه كلها بس أنا إيش قال لي بغريه وحطي السعر سبع طعش حط ظهر ربح ألف يعني وأنا أقول يا أخي بي كثير تحط بدون ربح والأخ الثاني داخلي يقول أربح لو مرة جرب حس قلت يا رجل يرسل سبعة عشر أرسلت الأدق علي بعد الفجر يا أخي أنا موافق يا أخي متى جيك متى كثك قلت خلاص تعال بكرة الصباح بداية الدوام أنا أصلا كنت ألوم في المكتب ما هي بداية الدوام فجاني وبعدين قال لي صراحة أنا متردد لأنه طلع من عندي راح استراحة الشباب فقال لو يوم جاه العرض قال هذا نصال فيوم عرف كنت عندي شغم جبريل وعرف فلان وفلان فصار يعرف ناس يعرفوني فراح وسأل عني وكانني فتزوج أنا من فقاله والله خلاص أحيم طمئن لك لأن الشباب قاله كيف سبعة عشر تدري العرض اللي جاني كم طلع لي أربعين ألف أربعين يا أخي كان قلت لي طلقت عشرين قال والله صدمتني بالعرض قلت لا يا بشر أنا من فرحة شو سويت خدت فلوسها مع الربح الزياد وزنت عليه وراحت حجزت على طول قبل رحلتها بيومين عشان أنا أسوي كل شي هناك قالوا أنت كان موجود قلت والله احتمال يعني تعرف الرحلات وكذا فالعمل كثير ما يدري والله فعلا الحجزت رحت قابلت المرشدة وقلت له وعطيت تعليمات وكيف تسول كذا خايف يعني سمعة ذي هذه بداية السمعة واستقبلت في الفندق نشوف أشيكين مع المرشدة وربت بمورة وعندما قالت الأستاذ أحمد موجود نعم تعال جاء وسلم عليه ما شاء الله قلت يا شيخي جيت عشانك الله يا أخي يعني مدير بكبرك كيف تيب كبر يجي بسم الله تكلمتنا وياه وكذا كانت من أمتع رحلاته الحمد لله إلى اليوم هو عميل مستمر وصديق ودائما لما أقول صديق أنا عندي أمرين دائما في أي شركة في أي عمل اللي يعملون مع أي أحب يكون عندهم ولاء كبير لهذا المكان أو هذا الكيان حتى بعض الحال لما يجي ما عندك رواتب ما عندك شيء والله ما يتركونك وما يتخلى عنك وهذه الحمد لله حصرة كثيرة واللي يخرج من عندي يبقى صديق وحبيب وكل شيء ما يخرجه زعلان ولا مطرود ولا كذا حتى لو كام عدل حاجة العميل أنا دائما أفكر المال هو الأساس أنا فاتعه أكسب لكن كسب القلوب مهم لذلك اللي يستقبلني في جدة هو عميل أخ علي الزاراني الله يحفظه أبو راشد واللي يعني أيضا دعاني لهذا اللقاء عميل ساذق أخوي عبد الكريم فهذا الأثر حتى لو انتهى النشاط والله له أثر كبير في حياتك من دعاهم يعني أنت قال العميل عطاك فلوس لا فوق هذا يسوق لك وكل ما شافك يدعي لك لأنه ويجي مثلا مثلا مثل هذا اللي قلت لك أخو شهر عسل بعدين هو شهر عسل مرة ثانية بعدين ثالثة والآن عنده رحلة إن شاء الله في الصيف فمستمر فما يسأل كم الآن ولا شيء ولازم يعزمني على قهوة ويعزمني على مواقف سبحان الله مع العملاء تعرف الكاتب مثلا محمد معروف كان كاتب عطاك في الوطن وكذا كان أحد العملاء والتقيت فيه هناك وجلسناه إياه في قهوة وكذا هو عائلته خدمناهم برنامج كامل حين طبعا قصة الشركة ممكن نكملها بعد شوي لكن فهذا لما جيت الرياضة يوم الأيام عزمني على العشا في البيت والله يصدمني يعني ورجوكتر كبير في المجلس وعشا مفاطيح في العربي يقول والله إحنا في البيت مستحيل نشتري من المطاعم يعني حتى المفاطيح البنات والأم متعودين هم اللي يطبخون فهم يصلحين العشا والبروجوكتر يمشغلة جايبين صور لي مدر وينجب وهمل من الفين الجسع حتى لدرجة قلت يا أخي هذا لبسه قاهرة يعني قديم ويواجه بتو ذال الصور قال والله العيالة اشتغلوا عليها شغل والله ما أحبه كذا يعني تقريبا فيلم ممكن خمس دقائق كذا موسيقى حزينة على موسيقى ما يديش الوضع فكنت مصدوم صراحة فكان عرض جيد جيد جدا أنك تنصدم عميل لك أنت ما أخذ فلوسها ما أخذ فلوسها فيجيبك في بيتها ويأشيك وفرحان فرحان أنك أنت جاي هذا بالنسبة لي أعظم من إنجاز أنه أنت تأخذ فلوسها ولا يستمر معك ماديا والمواقف في هذه الحمد لله كثير ما زالوا مستمري الحمد لله تعرف كورونا لنا وغيرنا كانت شوي ركود وكذا وكانت لها أيضا نقطة تحول أخرى لعلنا نتكلم فيها في سياقنا آخر كميل الشركة الآن كيف وضعها رحلات فرنسا هذه رحلات فرنسا اسمها رحلات فرنسا إلى 2014 أنه تحدي المليون براسما للسفر 2012 بدأ يجون الناس بدون فلان عن طريق فلان بدأت الثقة فأخذت مكتب في شرق الرياض ومكتب واحد وكان سبحان الله جنبي واحد شاب سعودي جاي من بريطاني ويشتغل في الفيز فتعاونت معه وشجع وشجعني والآن هو ما شاء الله أيضا شركة ما شاء الله وإن كان منافس عادي نقوله عطلة صيف لأنه يستحق حقيقة جاهد وشتهد حتى وصل لمرحلة هذه فأخذت المكتب وكان التحدي لما جاء العملاء أنه أنا أبغى أبغى يدخل في حسابي مليون أسمع فيه من يوم الصغير شلوهم مدري بس سبحان الله إذا أنت عندك يقين بشيء فوق هذا كله عندك يقين أن الله سيجيبك بس تعمل فعندي اليقين أن المليون جاي بس متى كيف لا أعلم لذلك دائما إذا تعاملت مع الله لا تسأل كيف ولا متى بس يعمل واصبر وتحمل سيأتيك وعلشان كده أقول لك الطريق اللي أتى من ما تدري كيف أتى صار الشغل الحمد لله بديت حتى في الصيف أنا أخذ الشقق لمدة شهر كامل شهرين بأسعار أقل يعني اللي كنت أخذها مثلا ب400 يورو صرت أخذها بأقل وأجرها بأفضل ربح والحمد لله وصلت مرحلة لذي كل مرحلة نتكلم الآن هنقول كمكتب وليس كشركة مكتب رحلات فرنسا اسمه توجه للعوائل أكثر من الشباب كأنه متنفس أنا أوفر لك الشقق أو أوفر لك المرشد أو أوفر لك الاستقبال والتوديع سيارات كبيرة وصغيرة المهم أنت توصل المطار ما تشيلهم قضية اللغة وقضية كذا وقضية كذا ورتب لك البرنامج كامت بعشر أيام عشرين يوم كذا طبعا البدايات كانت باريس وضواحيها وهذه كلها استكشافات أنا طول اليوم أستكشف الضواحي يعني أنا أركب لك المتر من هنا أربع ساعات كل محطة أنزل أقولش عندهم دولي أشوف وأقرأ طبعا غير اللي أقرأه وكل مرة نطور في البرامج أطور 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 وما زلت الحالي لا شريك ولا وكان عندي وقت عاد موظف واحد في الرياض وحطيت واحد في باريس وأعطي رواتب من الربح وأنا إلى الآن اللي يبقى أخذه واللي أصرف على نفسي السنتين هذيك العملا يجيبون عملا العميل يجيب عميل ولا عمري دفعت ريال في تسويق يعني كذا أيضا عندي قناعة أنه أنا أبغى السمعة هي اللي تجيب أنا ما أبغى أدفع ما أبغى يعني بها رجوك مع أنها أكيد لابد من التوسع ما التوسع طبعا ما همي وقتها ودائما صراحة ما يهمني همي بقضية لا أهدع بصراحة مو بقضية يكون صاحب ما الكثير وكذا قضية أني أثبت نفسي لنفسي وأني أنجح وأني أجرر بالحياة أبغى بعد 40 سنة إذا عشت 40 سنة ولا 50 سنة أقعد مع ابني ولا ولد أختي ولا أي شاب أقدر أقول له فعلنت كذا وأنت تحسنك يعني قاعد تطف ما تكون جالس في مكان معين وهذا قلت هل الأبد الكريم قبل الخوالي كانوا معي في الوزارة أتقيت معهم قبل سبوع وليمت عزموني على عشاء فكيف حالك كذا حسيت أني الحالي أتكلم نفس وظ ما تغير يعني إلا الذين وقتها كانوا يسمعون القضية التطوير وطور نفسك يا أخي وغير من نفسك الحمد لله تغيروا في ناس إلى الآن نفسه هو هو في الأرشيف ما تغير والله ما تكلمت واحد منهم قال يا خنا ما أدري عيالي إذا كبر وش أقول له مش سويت أنا داوم من 8 إلى 2 تنبس ولا أشتري فلافر فالحياة مرة واحدة طبعا مو بالكلام هذا لناس اللي يسمعون يروحون يقول أنا طرح تركض وضيفتي وروح أجرب حياتي لا لا حياتي مو بتناسب كل أحد وحياة حاتم ما تناسب كل أحد كل واحد ولذلك دائما كن أنت ولا تكن غير وإذا بتتابع الناس يعني يعني كمثال أنت تشوف واحد في الانترنت أو في السنابشات وتشعر أن النموذج هذا يا أخي سعيد ويروح النادي ويرجى ويتكلم في كذا ويقرأ كتاب الفلاني فهو يشعرك أنه حياته سعيدة فتبقاك تقول يا أخي أنت كيف روتين حياتك ليش تبغى تسأل لأنه يبغي قلده فيقول أنا الصباح أنا قهوتي كذا ودائما أكلي بيو عضوي وأنا آكل كذا وروح النادي في الوقت الفلاني وأقرأ عشرين كتاب في الشهر ويروح الجرير يشتري له ثلاثين كتاب موب عشرين ويروح نفس القهوة ويروح كذا في يومين يجرب الروتين فيقول إيش هذا هذا ممل إلا أنه موب أنت هو مناسب له هذا من تأثير السورشال ميديا بشكل عام لكن أصيح هذا واحد حاول يستكشف نفسي حاول أنت وشي رايحك أنت وشي المك أنت الآن سعيد يا أخي لا تبحث عن سعادة الآخرين تتقلدها دائمك سعيد ومبسوط حياتك ومرتاح وسريا اقتصاديا ما ليهن كل شيء أنا مشكلتي تقاطعاتي كثيرة فلازم ترجعني لا أنا مبسوط أي رجعني بنرجع لتحدي المليون وضع تمامك تحدي أي تحدي المليون أخذت مكتب في شرق ضياء فمع الوقت وصاف الزبون يجيب زبون في باريس جاني وقتها تويتر جاء على الخاص أنا كنت ماسك حساب الشخص وحساب الشركة أو المكتب كان اسمه المهم على الخاص مكتب كذا إحنا جامعة كذا جامعة حائل نبغى رحلة خمسين طالب إلى فرنسا تحس بني ردت حتى قلت عليكم السلام وبعرف سكرت أعرف أن هذا يسولف من أنا مش يبغى فيني حتى ما ليه معروفة السعودية المكتب كان معروفة للشركات فقال يرسل يعني كل وين ثلاثة يرسل كلم لي اللي في الرياض قال يا أخي كلموني على رقم المكتب جامعة كذا يبغون عرض ما عليك منهم طنشون يبغون بس عروض عشان يقارنون وعارفين من اللي بيأخذها ما بي خلنا مركزين في شغلنا يضيعون علينا عوائلنا بس يمكن أتوقع شهر أو شهرين قاعدتي لاحق مطنش أنا مرة لين أقنعني قال يا ابن الحلال قلت شوف فاجر بشرط وقل لهم يرسلون خطاب رسمي باسم مكتب رحلات ونسو اسمي الشخصي وطلب منهم من المجلس اللي عامل المجلس تعاون الخليجي لأنه اللي يتنظم أصلا فكل سنة جامعة هي اللي يجيب الشركة فعلا بكرة الصبح الخطاب موجود طق واحد جزء على طول رجع هنا ورحت المجلس تعاونه فعلا الوضع صدقي هو بمزح قالوا احنا عندنا كل سنة رحلة لخمسين طالبة متميز في الخليج جامعة الخليج السبعة أو ثمانة عشر جامعة مع عشرة من المرشرفين تقريبا العدد ستين رحنا للصين رحنا لندن رحنا إسبانيا ثلاثة الرحلات هذه كلها فاشلة وكل مرة نغير ولكننا أبغى أعرض منك دورنا فرنسا ما وجدنا أحد إلا عندما كنت سعودي وأنا كلي أمل فيك يعني أنا وثقت فيك الآن أنا ما أدريش طاقم مع فريق عملك ولا أدري كنت تبشر وأقعد أشتغل على طول أصلا اشتغلت واحد هناك قلت لها إذا تم ترى لك كذا هي قضية الحين فيها مليون ربما تأتي ممكن هذه الفرصة ممكن تطلع ممكن الحمد لله اشتغلنا حتى أعطيتهم العرض لدرجة حتى الفنادق هنا كالزمتم بالاتزامات تنافسية يعني الفندق اللي يوافق يحط لي مصلة فرنسا أنت يا بوي يحط لي كذا ويحط لي ستاند في البهو في اللوبي ستاند واحد هنا واحد هنا ومكتب أبغى الفترة رحلة عشر أيام كل سعودي كل خليجي يدخلي يقرأ شركتي أغلبهم يرفضي عش ذا الاشتراطات هم متعودين فهنا ديكم مؤتمرات وكذا بس أنا وشي قاعد يقول هم ترى هذي أول رحلة لوكم بتجيكم رحلات نتكلم عن خمسين طالب الحمد لله ذكر خذنا في المدق ووافقوا على كل شي مصلة واللي تبي بس أنت مسوافق ورفع في آي بي لي وللمشرفين اثنين ونجرب ياخذ في آي بي حصلت العرض مباشرة ووافقوا وقال خلاص تمم تمم فش تمم من وين فكلمت وقلت الحين طيب الفلوس قالوا فش فلوسه تلحين بعدين بيجيك أمر تسين يوم الصرف وكذا قبل أشعاد وين نجيب الحمن طبعا العرض تقريبا اللي يدخل المفروض مليون ومتين أهم شي أوصل لمليون بعدين اكتشفت أن العرض رخيش مقابل اللي كانوا يعني ياخذون من الشركات السابقة وأنا أعتبر نفسي ربحان ومبسوط عشان كذا وافقوا بسرعة وخاصة أني واضح خدمات أصلا ما كان توضل يعني حاط مصور خاص طول الرحلة ومنتاج فيلم خاص للرحلة وحفل ختام وحفل استقبال والوجبات في كل مطعم يعني الغداء في مطعم العشاء في مطعم والإفطار في الفندق العرحلات السابقة الشركات كانوا يعطونهم ثلاثة وجبات في كيزو الصباح في الطف ثلاجتكم وخلا يشغل جامع يعني تقول جامعات وكذا فأنا غيرت عندهم الموضوع وكان فيه تخوف شديد وكل ما أكلمني قال أنت واثق يا أحمد أذكر كنت في الشانس وكلمني الأمين كانت توجري قلت لا تشيلهم وترى قاعدة أضرب صدري في الشانس ويحسبوني فيني كتمة ولا شي قال أكيد قلت أكيد لا تشيلهم والله بإذن الله أني أبيض وجهك ثقتك ما راح الحمد لله يعني نسقت مع الفنادق مع البصات مع كل شي أنه الدفع في التاريخ الفلاني عرفت أنا متى يدفعون وكذا وخلاص نسقتها كلها وتمت الرحلة موجودة على اليوتيوب الحمد لله يعني في القناة الرحلة والله ثاني يوم كان عندنا حجز الباخرة كاملة على نهر السين من غداء فرنسي يعني مطعم فرنسي فاخر وحجز الباخرة كاملة فكان اللقاءات في هذا كان اللي هو يعتبر المدير جامعة حاين دكتور سعود النايف الله يحفظه رجل عظيم كان وقتها مسؤول دارة الطلاب أو كذا في جامعة حاين ولا أنا هو مدير الجامعة فقال عاطني الكاميرا أنا أريد أن أتكلم مسجل أيضا اللقاءة قال والله يشوف المفروض أنا أتكلم في نهاية الرحلة هذا ثاني يوم أنا أعطيك بصمة والكلام هذا كان مع المصور ليس مع المادري يعني بعدين شفته الرحلة ناجحة فكان يقول تعرف ليش من الاستقبال ما عمر أحد استقبلنا هذا الاستقبال دائما الطلاب ضائعين في المطار المطار سوينا في الاستقبال من ساعة ثمانية أول رحلة بتجي تعرفي جو من قطر والكويت وكذا حطيت اثنين أنا واحد هناك وثلاثة في الواحد مسؤول على الغرف وثنين في استقبال في الفندو أنا قعدت أنا والشاب هذا معي من ثمانية الصباح إلى أحد عشر الليل في المطار حتى ما في وقت ناكل يعني الرحلة هذه في الصالة فلانية يرفوح نجهزهم في وسنا نستقبل لوحة الشركة ما زالت رحلات فرنسا وإذا كانوا اثنين ثلاثة نعطيهم سيارة صغيرة مرسيدس فاخر إذا كان مشرف عرطوه ننوديه كانت الفكرة باص نجمحهم بس شفت الفكرة بتفشل وخسرت الباص في نفس اليوم ألغيته يعني خشيت أنه نجمحهم بعدين يتعبون وكذا يلتلقي ويجيب وكلمت شركة سيارة قلت تعطونا مرسيدس كم فان هذا الجزء من الرحل يروح ما يهم الحمد لله تمت الرحلة والحمد لله ما في أحد إلا كان راضي لا طالب لا مشرف درجة المشرفين هذه مشكلة كبيرة يعني لمحهم من ثالث رابع يوم خلاص من ثالث تبدأ تطلع بكرة ساعة ثمان خلاص ممكن تكون محهم أنت مسؤول عن كل شيء لأني كنت تمس كل ميكروفون وأنا تكلم كان مرشد وعدين صرت مرشد مربي كل اللي تبي والحمد لله كان في علاقة قوية مع الطلاب إلى الآن اللي ثالث ربطعش إلى الآن ترى مستمر القروب في الواتساب معهم الحمد لله في الله فراحي ولا تراحوا كل شيء ونجحت نجاح باهر وحفل ختامي وشفت المليون وشفت المليون وبعدين رحت للرياض ورحت للبنك اللي فتح طبعا يوم رحتنا أصلا يا مرحبا وقا هو ما تعودت يا أخي تعال في المكتب صار عندي مدير مالي خاص لحسابك مدير حساب اي وش بتسول تحلت هذه خرار فيها انت أصبر بس لأني أنا ما أبغى ما أحدله لأنه أصلا مليون كلها بتروح فنادق بتروح كذا فأخاف يزعل كل ما زرفت شيدك انت سحب تحولتك اي اي لأنه بيجي بيجي بس انت أصبر شوي بيجي وفعلا أنا قلت إن شاء الله تنجح والرحلة اللي بعدها أمسكها فعلا بعد نجاحها في 2015 الحمد لله رشحنا في رحلة المغرب وما عمري سويت رحلات المغرب الحمد لله رسلت واحد لمدة اسبوعين محمول مكفول أبيك تجرب كل الشي أي شي يكتبون لك شركة سياحية جرب أكل جرب فنادق جرب يعني ترى نادل ربما شركة فاضية تصرف على هذا خاص موافقين موافقين يا حبيبي أتفق معي شركة ومتالي لا قضية أنه مو بتتفق أنا أبغى يرجع ويبغاني بعد الحمد لله ضمن برنامج كان من ضمنها عبد الكريم الحمد لله بشهادة الجميع يعني كانت من أيضا من أنجح الرحلات وأنا كنت موجود أيضا في المغرب قبلها بيومين مستعداد كل الرحلة لازم أجيب لها خمسة اجتماع في النهار اجتماع في الظهر اجتماع في الليل ويعني حتى أنا طبعا مسؤوليتي مراقبة العيون حسيت هذا من عينه كأنه وده يتكلم وروح أمسكه على جنب زعلان من الشركة زعلان من طيب المشرفة زعلان من زوجة كأي شيء يعني نصلح وهذه من الأشياء ترى صراحة الطريقة عندنا في الشركة بعض الأحيان يجي عميل خاصة شهر عسل صارت كم مرة ثاني يوم ثلاث يوم يدق عليه المرضى في قول ترى الرجال يقول يلغي الرحلة ويرجع ليش قرارها معدري شوش ليه معدري قل له قل له فيه أبو سيد يعني مرشد اجتماعي وكذا أتقول للمدير وعايش في فرنسا والحمد لله عندي يعني من خبرة خواتي الحمد لله ثمانية واكتسبت خبرة شوي فما الحمد لله ما أكلمني واحد إلا أقل براسة وصير الأشياء والله هتافة مثل الأشياء دائما أسمع إنه شهر العسل صير في حتى في أشياء تنقال الحين في أشياء ما تنقال أشياء طلاق طلاقي طلاقي يعني اليوم الأول مثل الأشياء المشاكل اللي تشوفها اليوم يعني واحد يوم كلمت قلت شوي قال يا أخي أنا خلاص ويرجع يا أخي أنا خلاص دعبت نفسيا ومشون دعبنا من داك يا أخي أنا يا أخي تخيل أنا دافع فلوس وفرنسا وكذا من أول ليلة يا أخي تكلم ما أحد صيحي طيب قال لي يعني ما تبيني كل ما دخلت الغرفة تصيحي أنا كاحت في اللوبي طفشت أنا لازم ألغي الرحلة أرجع حلها لها و يا أبن الحلال كم عمرها قال عمرها 22 قلت 22 ما تعرف اللي أبوها أخو ما تعرفك يا أخي قول مرة تشوفك في حياة يا أخي أنت مستوعب الفكرة أنت يا أخي لو مبقادم ينام جنبك في أول مرة تقول مين هذا طيب هل لكم علاقة لا ما يعني كانت رؤية شرعية وبعدين طيب هذا طبيعي يا أخي غربة وعايشة أربع وشن ساعة تصحى على صوت أمها وأبوها وأخوها وأختها فربما هذا شيء نفسي يا أخي وربما هي متخوفة من أشياء يعني أنت تبغى شيء وهي خايفة من شيء طيب أشي أسوي قلت لها يا أخي أطلع أول شيء الحين أنت وياها قل لها بس خلنا أطلع نتمشي لا تتكلم أطلعوا والمرشد إذا جاكم أطلعوا معه وتمشوا على الشاز وتمشوا في المكان الفلاني خاصة في الليل أجواء كده فيها فيها ماكن أنا أعرفها يعني فوق جسر نهر السين كده رومانسية لا تتكلم معها نهاية إليه أنت تشوف أنها فيها راحة ووجها مبسط شوي أكثر شيء تسوي تمسك كده غيرها تسوي فإذا حاولت تتقرب يعني وتمسك يدها وما خافت اعتبر الموضوع ما شاء الله وفعلا طبقها وكلم مرشد قالوا إليه قاعدين تعشون يضحكون ونموا بسوطين قال طيب قلت لها إذا يخلصوا العشاء قلنا المكتب الحجوزات يقولون أن تبغى الرحلة أن أجلها يعني بكرة الساعة كم الضبط باب المزح يعني في يوم كلمه قال لا 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 وين صاحي لا 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 تلغي لا تلغي سبحان الله يسلكها تأمورهم وصغر العشرينات وكذا هذا واحد من المواقف ومواقف مثل هذه تحصل يعني والحمد لله ما قد حصلت لا يعني مستحيل نلغي الرحلة يعني نقعد فوقروسهم حتى فيه مرشد اجتماعي بشكل شوف الإجابية حتى عندنا في الشركة الأمور الإنسانية العملاء يعني واحد أذكر لما وصل كلم لي مثلا الموظف هنا قال أنه مكلمنا وعند البنت مرتبع حرارتها هنا دائما أعطيهم قاعدة الشباب لا تتعاملون مع عملة كأنهم آلات صرف في النهاية هم يعني بشر فمثل هذه الحالات نساعدهم ما في شيء اسمه طيب بس ترى السواك بيجيك بقيمة كذا بقيمة كذا هذه كلها غير موجودة قضية قضية إنسانية الآن خلاص نحن نحجز طبيب نحجز كذا طبعا هو يدفع حق الطبيب مثلا وكذا بس الخدمات سيارة أو ترجمة أو شيء ما ندخلها فيه في هذا وهذه من الأشياء الحمد لله اللي أنا زرعته ما زالت موجودة الحمد لله يعني في الشركة فالفين واربع طعش تغيرت الهوية كاملة وصارت شركة دخلت فيها شريك واشترت تقريبا عشرين في المية صرت بيئ حصوص وحركات خلاص صرت مليونير لا لا وذاك شويدة كه ترك سحب تكتب الحصوص بل الفين وخمساعة في رحلة ومتجي وكذا ويجتمعت الشركة الجديدة الرحلات خبراء الرحلات خبراء وطبعا هي كانت فكرة أصلا أنه نكون خبراء في كل دولة مثل ما سوينا في فرنسا نصير في أسبانيا نصير في كذا وما نتعقد إلا مع مكاتب اللي نفس مزاجنا اللي تهتم بدقائق الأمور ولا ما نتعقد معها كانت الحتة الهوية جديدة الشعار كل شيء كل شيء جديد وفي 2015 كانت العاقة الدول هذا باسم شركة خبراء الرحلات وفي قلبي رحلات فرنسا فكنت أحط الشعار تحت حرام يعني كمثل ولدي صعبة ترثوني قريب شعرين الشعار ولا لا أنا أقولوا متكفرة جعوني شباب الحمد للحين معي أربع شركة وكان آخر شركة بعد كورونا عشان يكون شوي داعم وعندنا الحمد لله الآن رؤية جديدة خاصة تتوافق مع رؤية 2030 قضية السياحة في السعودية أو بدأنا نفتح الخط بس ما بعد بدأت الرحلات يمكن في أكتوبر أو الرحلة إن شاء الله مجموعة من فرنسا رحلات من هناك إلى هنا سياحة خاصة في قضية الشتاء والأوجوال الجيدة فأنا بدنا نفتح هذا الباب الحمد لله العلاقات موجودة هناك العلاقات موجودة هنا خبرتنا موجودة هنا هل البلد عارفين كل صغير وكبير الحمد لله وهناك علاقاتنا مع المكاتب ومع الفرنسيين وغيرهم ذكرت حتى مع الفرنسي قضية هذا الرجوع كذا ريبوس أيام الشقق أكثر شيء عانيت من ثقة صاحب الشقة الفرنسي ولو كان عنصري بعض الأحيان أو خنقل مثلا بعض الأحيان يكون يهودي مثلا عنده نظرة عليك أنت فكان عندي هم كيف أقدرك سبثقتهم كان من المواقف أخذت شقة لامرأة كانت يهودية ولما رحت أخذ أخذت عن طريق الإنترنت لما رحت أدفع طبعا تروح تاخذ المفتاح لازم تعطي شيك فيها فيها يعني يعني الخليجي هنا ما يقدر يسويها أصلا لأنه لازم فيها شيك فرنسي وكذا رحت وراحت معي زوجتي أول ما شفتنا صدمة بحجابها زوجتي كأنها ما تريد بس نظاما ما عدت تقدر فبدأت تقول آه الشيك لازم يكون كذا أوه أنا أحتاج كذا وكل شيء يقول طيب طيب لأني خلاص لحن صار تحدي أني أوريها أنه إحنا ترغى كويسين فألين أخذت المفتاح ما ودهي وسكن فيها ثلاثة أذكر ولما خرجوا قبل التسليم الشقة أنا دائما الشقة لازم أزورها بنفسي وتأكد أنها أنظف مما كانت بعد التسليم لازم تكون أنظف مما كانت لازم درجة أني أجيب بخور جيد يعني بخر ما له علاقة في البخورهم فكان اللي طلعوا قالوا ترى كسرنا كاس في الطقم فأغلب المستجرين مبقايل يعني لو أعطيها المفتاح من بداريا وجدت نامر تفتش تعرف لتدور أي شي كأنها بدت تتراجع بعدين قالت هو في أحد سكن العشر أيام هذي ولا لا يتي نعم سكن وراح ومعليش ترى فيها الطقم هذا كسر من كاس كم قيمة الطقم كنت بعطيها خمسين يورا أذكره كذا تناظر فيني ولا تتكلم شي قلت أجلس وجلست وجلست خذت أول شيء الشيك شقته وقالت شوف أي يوم أي وقت بالشنقة من دون تأمين لك أنت شخصيا كنت ليش قلت أنا ما مر علي أحد تقول يعني بهذه الأمانة دخلت ما دخل اللي هو ترى بشكل عام إحنا أصلا كمسلمين الحمد لله الأمانة وإن كان فيه ناس شوفينهم لأسف فيه يعني الكذب وفيه الخيانة وفيه عدم الأمانة موجود فقلت لي الحمد لله يعني إحنا كذا وحتى إحنا في شركتنا شركتي كذا وإحنا تعاملنا كذا فاستمرت معها فترة الحمد لله لا تأمين لا شيء وبعدين وصلت مرة أعطتني نسخة مفاتحة تقول إذا تبغى جابه أتكلمني عشان ما أنا تقاهب أعطيك مفتاح سبحان الله كأنها شبكة شقة من الشقق كنت أبيها وما ردت صاحبتها بعد أسبوع ردت أن كان اسمي أحمد وكان الذيك ماتع بوعد اسمه أحمد أو عربي فقالت بيان فيونيو وأهلا وسهلا وأنا موافقا استغربت ملتقيت بوحدة فرنسية كانت شقتها عندي كيف حالك كذا كنت يعني ما أخذ المفتاح منها قالت أخذت شقة فلانة كنت من فلانة قالت صديقتي وهذهك طبعا صديقاتها بس هذهك كبيرة في السلم مرة قالت كنت أنا جالسة وياه في وقالت في واحد اسمه أحمد مزحج يعني زعجني بغى شقة وكذا قل يوم شفت قلت لا 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 هذا نسان كذا كيف قالت وعندي من ثلاث سنوات وحتى تعميل ما أخذ لدرجة أن أذكر واحدة من الغسالة ملابس خربها عميل ما دلوش حط فيها قهو لو ش حط لقيت فيها حليب ما دلوش لقيت ما دلو كب ولده شيء فإصلاحها ما ينفع راحت شريت نفس الماركة موديل الحديث تقريبا كلفني ثمانمية يورو بدون ما تدري في يوم جات عطيتها المكتاب وقلت لي ليش ما تدفع شيء أنت المفروض وهذا على حسن قلت لا مستحيل فعطتها القصة هذه قلت لا خلاص سبحان الله ما أول تعامل قلت بدون تأمين الحمد لله وقتها اكتسبت تقريبا سمعت الشقق وسمعت بدون تأمين وبدون كذا وطبعا لما انتقلنا للجامعات يعني بدنا نخفف قضية العوال لأنه أنت بيتركز على شيء نحن أكبر فلعن تشتغلون على العقود إلى كورونا إلى كورونا كورونا تعرف توقف تقريبا كل شيء أنت في كورونا سويت تحول كبير خلال عمل كيف تعملت مع كورونا كورونا قاعد هناك طبعا تورط هناك طبعا أنا انتقلت هنا أنا صفري لأول مرة أنفصل عن السعودية تقريبا ثلاث سنوات ومساوة إلى أربع سنوات كورونا وبعد مفاة الله يرحمه الوالدة سافرت وكنت بجلس تقريبا فترة وبعدين أرجع بتجيت كورونا فجلست بعدين حملت زوجتي يعني لما فكوا الحظر ما استطيع تركها بعدين بدت الدراسة فاكملت أربع سنوات أقل من أربع سنوات بشوي فذي كل فترة فترة كورونا طيب مش أسوي ما في حد يسافر مش اللي يشتغل في العالم ما في لها شحن شوي بعد قلت يا أولاد مكلم واحد ها شرايك واحد من الشركة اللي معي في وره نفكر نفكر فقلت أن أشوف الناس الآن بدل ما يطلبون مننا السياحة قاعدين تريدين الرسائل أبغى شنطة أبغى كذا أبغى عطور أبغى يعني شيء من فرنسا وره ما نفتح شركة شحن سبحان الله جالس كده يعني نفكر 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 رحيم في الاسم سبحان الله نطقنا الاسم مع بعض في لحظة واحدة الطرد الفرنسي قلت شوف والله ما نطقناها عبثا خلاص كولي فخانسي بالفرنسي يعني الطرد الفرنسي كولي فخانسي على طول نفس الشي الشباب اللي يعرفهم فلان شعار فلان هوية فلان يلا توتر طاق 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 من أول شعار بدأ الشغل وإنما أخذينا بس نبغى نسلك أمورنا بس لين تنفتح الأمور الله صار فيه في طلبات شوي طلب طلبين ثلاثة شوي واحد من البحرين أبي أنا 300 كيلو قهوة تري ايش شو سالفة لازم تحمل حمع شركات كبيرة الحمد لله بدأنا يعني الحمد لله بدأنا نصرف على نفسنا منها بدأنا نشتغل ننسينا حطينا يا ايش للصيانة خبراء رحلات للصيانة توا الحين والحمد لله مشت فترة إلى أن فتح الحضر وما زالت مستمرة يعني أنا أمسكها الآن يعني تقريبا بنتين لأنه صراحة ما كان هو التوجه الأساسي لكنها ماشية ماشية يعني وقلت لهم أنجحوا فيها واشتغلوا فيها ولو كبرت حتى لو نسبتي تبعون 5% ما يهمني هم شي تستمر وأي شي معكم أنا اللي يتبعونه فماشية الحمد لله الحين الآن الجهد كله على الخبراء من جديد وأنا شخصيا أيضا توجهت بعد 2019 أو بداية 2019 حتى قبل كورونا بدايت أتوجه للعقار في فرنسا حكم العلاقات اللي بنيتها مع العملة فيه اللي عندها الروس أموال واللي فبدوا يكلموني من باب الثقة فيني وأنه ما يعرفون فرنسا اللي أنا وكذا أبي أشتري أرض أبي أشتري بيت أبي أشتري كذا أبي أشتري دائما أقول لهم ما عندي ما أبي أدخل المجال أو يعني بالعربي ما أبي أفتي في شيء ما أفقه فيه يوم شفت الطلب يزيد كلمني واحد وهذه لها قصة ثانية بس ما ينفع مرة يقول لك أدلين بكرة يعني كيف أتعرفت عليه من أسباني قصة سبحان الله أجيبة وهذه من باب أنا أقولها شف سبحان الله باب الرزق والله العظيم يعني ما يقول واحد أنا متق الله وكذا لكن الله عز وجل ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كانت لما عليش لا بد نذكرها القصة هذه لعلها اللي جاه شيء من اليأس في مشروعها ولا حتى في حياتها لا تيأس كانت في وقت ولادة بنتي الأولى ومثل الرياضة وقتها الآن كانت حتى بداية السياحة بس ما كان فيه لا داخل تركت بوظيفها في ذيك الفترة والله يستر أنا ممكن زوجتي أول مرة تسمعها وممكن حتى هلي كانت تصيح وأذكر أنا كتبت همسة فيها اسمها همسة إملاق كتبتها عند محطة بنزيم قالت تبي حليب الحمد لله لها فيهم خير والأخوات والأقارب والأصدقاء اسمها ما أحب لأنه مجرد أنك تطلب يعني أنت فاشل أو فشلت في مشروعك أو أنك وفي ناس مبكرها فيك حتى من أهلك بعض الأحيان ترى الأهل يهاجمون الأبن أو البنت من محبة لكنها ترى هجوم قاسي يعني مثلا من أنت عشان تأسس شركة أو أنت مجنون تترك وظيفة حكومية أنت شكلك مسهور أنت لا لا تبيلك رقية ما تقدر توصل لفبالك لو تتكلم اليوم لبكرة فتبدأ خلاص توصل مرحلة أنه اسمع مننا وطلع مننا حتى تحقق الشيء الفلاني ثم هم يغنون وأكيد ربما مريت في هذه المراحلة وتمر فيها بعد ف حليب نورة هو حليب وما كان عندك فلوس تشتري حليب وقت ذيك اليوم ما فيه صفر صفر قعدت أكتب ذيك الهمسة ذكر كتبتها وكانت من قلب يعني من قلب كانت كأنها همسة يعني هي موجهة بيني وبين رب العالمين ف سبحان الله تصل عليه واحد كيف حال ومن زمان ما كلمني يا أخي تذكر أنت أيام الجامعة سلفتني خمسمائة ريال والله ما أذكر وأنا من عادي ما أحب سلفة السلف هذه يعني أنت صديق لي تبي مثلا ما يحتاج خمسمائة أعطيك ويقوم برد أقول ما أعب الحلال إلا إذا صلت مرأة من لغني أعطني بس لا تشيل هم أنا محل لك والله فتح الله عليه وكذا والأنا فيه مكان الفلاني وكذا تذكرت قلت والله لازم أرجح لك ما قدرت أرد عليك قعدت يعني شوي يبكي ما إيش الموقف سبحان الله فقلت طيب هذا رقم الحزام محول ما جبت حليم جبت كل شي ففي نفس الفترة والطيب إنت الآن الخمسمائة بتخلص إيش الوضع وقاعد أشتغل فكلمني اللي كان معي في قضية الفيز قال لي يا أخي فيه واحد محامي يبغي يروح إلى الأسباني إيش أنا قاعد أبدأ في فرنسا ويا الله تقطق فيها أسباني الشعر حتى ما رحت إلى أسباني قال لي المهم تبي بس الله أنا فاضي جبه بس كلمني أذكرها كيف حالك طيب الحمد لله قال أبغر يحله وكذا هو عنده فيه آي بي عقد شركة كبيرة دام يتنظم له قال بس أنا والله شفت هذا شاب سعودي ودي أخدمه فحولني عليك وقال لك شاب سعودي وطموح زال الخير يعني باب ترى الثقة تبشر قال أبغى فلة وفيها مسبح وأبغى سيارة بصواق مصيد اسفان تبشر خلاص كم يوم عشرين يوم طيب أبغى أسبانيا ما أعرف حد في أسبانيا وأكتشف رقم واحد اشتغلت أنا مع واحد مرشد سياحي شاب جاء ويحب في التاريخ فهذا نزلت مع المرشد لأنني اللي عنده اهتمامات تاريخي وكذا مو بسياحية بس يبي لي آخذ واعطي معه في يدي في ذني فذلك أعطاني رقم واحد في أسبانيا قال لي هذا بروح له اسمه أبو خالد ويشتغل معه كان وقتها الملك فهد رحم الله والسفارة وكذا وعنده علاقات قلت ما أحتاجها قال لي بحل خلى عندك ممكن تحتاجها يوم فعلا أحتاجتها بذاك اليوم تذكرت السلام وخذت كذا كذا فتعرف هو يتعامل مع ناس كبار وكذا فقال لهذا كد من الناس بس أبغى عرض سعر وعرض سعر طنشني حاولت قال في شيء يكتبي قلت لا لا تدري حول قلت اسبانيا بحث 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 مدة اسبوعين كل ماذا أرسل العمير قل له ترى قاعدين نجهز لك عرض فريق العمل يعني عندنا مكتب في اسبانيا ما يحتاج شغال لين طحت على شركة اسبانية طبعا كلها بترجمة شركة عندها فلل غير طبيعية وتوجست منها خير فقلت أكيد أن فيها نصب احتيال لمو معقولة سعار مهولة وفلل فخمة فخمة كانت قريبة هو كان يبقى عند قصر ملك فهد كانت في مربية الله يرحمه ف أنزل الفلل سعرها أضيف لها ربح أحط شعار على الصورة كانت أحب برامج استخدمت أقعد تتعلم في برامج كيف أحط صورة على صورة كيف أحط شعار على ألزق في كذا ويسامحون العمل إذا سمعوا هذا لكن الحمد للترى نتيجة طيبة يعني في النهاية مرسل الإيميل الأول فلل رقم كذا اسمها طبعا أكتبها بالإسباني بالتحويل العربي فلل رقم ثنين فلل طب أنت عرف الأسعار أقل فلل كانت 200 ألف ريال 10 أيام إليه وصلت مع أذكر إلى 20 فلل أرسلها له قال لي خلاص خلاص يا أخي وش الآن اخترنا ثلاثة أنا وعيال نشاور فيها فرحت وصلت علي قلت له ما عليش يا أبو فلان أنت شايف السعر خاف إن حزمة 16 ألف فلان قال لي عادي معروفة ترى 200 ألف أقل وحدة قال إيه وش فيك قلت سيها آش الله ترى هجار مبشرار 20 يوم قال إيه ما يخالف قلت لا حقا محامد خفت إنه شي ذلك قال طيب كلمت بغادي قلت أشف أنا خلاص اعتمدت في الله قال كيف حتى وما قلت أنا بي منك خدمتين ولك فلوس على هالخدمة تكفر وتشوف الشركة هذه صدق عندكم ولا لا شافها وشاف موقع قال لي صحيح أبدا تخذ من عندك قلت طيب أغفر منك عندك سيارة سائق أبغاك أنت لا أنا ممكن يجي الملك فهد أو كان الملك فهد الظاهر وأبغاك عبد الله وأنا يمكن أكون مشغول قلت لا أبغاك أنت حط القيمة اللي تبي الرجال بيدفع 200 الف لا كيد يبغى سواك صح قال خلاص قيمة السيارة كذا التوتل أضفت ربحي من هنا أضفت ربحي من هنا ورسلت العروف كامل الديزاين كامل طبعا شعار جديد المصممين أبغى شعار مكتب رحلات اسمها رحلات إسبانيا لأن وقتها كان رحلات فرنسا عجب لي اختيارك على طول يا أخي أبل وشه تفاحة معقولة هي قضية همشي تنجح فكرتك بعدين نغير شعارك ترى أذكر أول عندنا كنا ندرس مشاريع ونتعب نقعد سنة عشان ذا الشعار تروح الفكرة ويروح وقتها ويروح كل شيء عشان ذا الشعار وهالهوية وإذن أخي يسلك أمورك همشي ينجح تلقى ناس قدامك ينجحون نفس فكرتك شعارة بوريال ألوان تعبانة بس مجح بس بادر هذه متأتعلمها مع التجارب فكنت كذا طيب ما بي تعديلات أنت تعتمد صمم واعتمد على طول أنا بس إذا كان في خطأ ملاي بقول لك فقط يجي في نفسي نوده وغير بعدين خلاص خلّ اللي قديم ذاكي تركه فعلنا رسلتنا عرض ووافق كم كان العرض المجموع اللي أذكر ربح تقريبا أنا بس الحال يا ربي هذا ربح ما شاء الله طبعا حاط ربح أيش أبغى يعيش نسانة لين تكبر الشركة عشان أقدر أرتاح نفسيا فعلا المصيبة أولا فيه الثاني طيب حول قال لا يا حبيبي أبعزمك على على بوفيه مفتوح في الرياض في فندق راح تكلمت اللي أرسل اللي قلت أسمع الرجال كذا كذا والله ما روحت تعش اللي أنت معي أنا بديت أخاف وش هذا العميل قال لا يا بالحلال راح وكذا هو بدأ عطيته كم حولت قال حصتي قلت الحين وحصتي أنا أنت قال الحين تقول متورط فيه ومحوله قلت والله تستاهل أبشر اللي تبي بس تتعش معنا روحت وان وياه وانتظر الرجال والله يدخل رجل مستحيل تقول هذا يعني اللي كان يكلمك إنسان قصيد جدا وهاد ودخل حتى ما عرفت أنه مزيد نعم يا مرحب وقل معي كان معي محامي فلان ما شاء الله الله يحييك وجلس ورد تخلنا وتعشينا رجل بشيك نص المبنى قال نص الثاني سامحني يبعطك يا بليورو عندي حساب يورو عندي حساب كذا ووقتها اكتشفت أنه في حساب يورو تقدر تفتح في السعودية فرحت على طول فتحت حساب يورو في البنك اللي هو فاتح فيه لأنه قد سألت قالوا ما عندنا حساب فرحت ذهبي هنا مليونير ما أسأل أصلا أنا أطول أدخل أبي حساب يورو كيف شعور لما جاتك لفل أنت الآن صفر مليا الحساب أنا بالنسبة أنا أقول لك بكل صدق رأى هذه لعلها توفيق من الله عز وجل مو بيعني صفر ومليون هو أنا يعني ما يفرق معي يعني مثلا الآن لو في حسابي ملايين وراحت تقول لي ترى راحت عادي جدا يعني ما أحس ذاك الحزن والأسى وأتعب نفسيا وليش يا ربي وليش كذا لأنه هو المال مال الله في النهاية وهو في الأخير يستخلفنا فيه بس وفي الأخير الفلوس تروح تجي وهذه من الأشياء التي تعلمت أبوي رحمه أبوي كان يعني بيع يشري حتى حصل أول أول يمكن سمونا برج أول أربع دوار فيه منفوحة وحط كل جهدة فيه ممكن وقتها مثلا مليون وقتها مليون وين فعلا أنا يابوي مليون ذا مشكلة وفعلا باعه ولكن صار شيء بدون رصيد وصار فيه مشاكل وقعد يعني يطالب فيه أكثر من سنين لكن الملاحظة الحمد لله شفتوا أبوي العبارات اللي يقول لا جلطة لا شيء راتب بسيط جدا وكان مؤثل الحمد لله يعني أربعين سنة أو أكثر على راتب مسجد وكذا طيب انت خسرت الحمد لله يعني يعطيك الشعور أنه ترى في النهاية دائما يقول ما يبقى لذكرك الفلوس ما يباقي الحمد لله ما يذكرونه دائما إلا بالخير كل من يعرف الله يخبر الله يرحمه وموته المسلمين ف شعور الفرح طبعا فيه شعور الفرح شعور الهبال شعور الهبال هذا موجود اللي هو يعني مليون كم تبينت عندك دين كم عشرة والله يا أخي تفضل تضيع على طول البيت يحتاج شيء أذكر أختي قالت والله كم خمسين تفضل خمسين فسبحان الله يا أخي أنا أشاهد بعض رحيان البركة في المال رحلة الجامعة تذكر والله ما أدري كم في الرصيط يعني كم باقي لدرجة مرحلة الصرف الصرف قلت يا ربي يبقى لي شيء بعد الرحلة يعني يبقى شيء حطيت حفل ختامي وحطيت هدايا للمشرفين وعطور ودنيا حتى اللي يشتغلوا معي قال لي شو فيك أنتم هابول مو مطلوب منك هذا قلت يا أخي بسع صدرك خلي الناس تنبسط جب كيكة حط فيها صورتهم كلها كبيرة فعلا كبيرة وكذا عشان كل واحد يقطع نفسه يعني وحفل ختامي شفت و ولقاه كلمة وحماس الحمد لله ما في أحد من الطلاب قال أنا أبي في لفظ وكان الله قال جيب جيب كان باقي في الرصيد ووزع شيكات لأن جايب معي دفتر الشيكات وأنا ما عمري كتبت شيك بس جايب أشخص فيه يمكن أحد يحتاج شي أعلم أحد يصرفه في فرنسا أحد صرفه فسبحان الله خلصنا اللي يشتغلون معي خمسة والله العظيم أني متفق معهم كل واحد أنا مبلغ مثلا 2000 أوروث إلى 3000 أوروث يوم خلصنا قلت تعالوا في الواحد قبيرة قلت شوف أنا أعطيتك بناء على توراتي العشر أيام اللي بتشتغل معي هو مو موظف كان متعاون رب العالمين تكتب المبلغ اللي يرضيك أنت تشعر أنه تعبك يستحق ولو كنت متفق 2000 وأنه ما تعبك يستحق أقل اكتب أقل بس أنت المسؤول اللي بتكتب أتربيجيك وفي ذا اللحظة والله ما أدري كم في الرصي كل واحد أغلبهم كتب نفس المبلغ إلا واحد فضح نفسه أكيد أكتب الحلال أكتب أنا عارف أنك تبغلت زيدك أكتب لي تبي زاد على مبلغة يعني هو يستحق يعني وأنا زدته مو بألف الفين يعني زيادة لأنه هو يستحق أنه كنت معطي أكثر عطى نفسه برضو أقل فقلت قلت كل واحد يجيه للمبلغ إن شاء الله ليبيه فعلا عطيت كل واحد مبلغ ليبيه رحت ما شفت الرصيد يوم رجعت على طول الرحلة اللي بعد على طول بعد الرحلة يومين نوم طول الرحلة عشر أيام النوم هذا صفر صفر يعني تخيل أفز من النوم طلاب المشرف شي بيه محة يا ابن حلال يرقت يجون يرقت يرقت رحت وفتحت الحساب والله قال لك فيه مبلغ قسما بالله أحسنها أحسني ما صرفت شي يعني بالنسبة لي فوق المتين فوق المتين ألف فرحت مسكت الحسابات من الأول جديد أكيد فيه أحد ما أخذ يا فندق يا كذا والله لحظتها شعرت بمعنى البركة بركة المال دائما نقول بركة المال حتى بركة الراتبة كيف تعرفها تجد واحد راتبة مثلا 40-50 ممكن نص الشهر وآخر الشهر يقول يا أخي أخي ما أدري أين أصرف راتبة يشعر أنه الشعور هذا ترى كأنه ما في بركة الثاني راتبة أقل يقول يا أخي أحسني أصرف وما خلص راتبي هذه فيها بركة والبركة تأتي من تحري الحلال تأتي من الدعاء الدائم اللهم بارك لي في مالي اللهم بارك لي في مالي تأتي أيضا من التورع من الحرام ومن الشبهات أنا ما أمكر أني جتني عروض جتني أشياء ربما فيها يعني يكون مال مال يعني أنا أذكر جاني عرض مال كبير في أحد الأعمال ورفضت لأن فيه خلنا نقول رشوة كيف؟ رفضت إيش كانت الفكرة؟ أنت أقبل كان عندي مؤسسة بسيطة وكذا قال بس لأني أنا أعرفك أنا بدخلك وبعطيك هذا فتقبل بسعر مختلف مال لأ كبير جدا تتفاهم الباقي بس بشرط أنه هذا أخذه أنا وأنت تأخذ كذا وأنه كذا قلت لأ يا أخي الناس كلها كذا قلت والله الناس تبيت تدخل النار كيف أنا إحنا مو بهمة يعني شوف لو أنا بخلد في الدنيا والله ما أخليها في الأخير الحياة وشي؟ وشي الحياة؟ حتى الله ذكر أطوار خلقك في بطن أمك ثم في الأخير ما قال يعني بعدين فتبارك الله أحسن الخلقين ما قال بعدها ثم ستعيشون وتأكلون وتشربون ثم إنكم بعد ذلك لم ييتون يعني وين طيب؟ الحياة وينها؟ درجة ما لها قيمة ما لها شيء في هذا ترى يعني ذكر الله تسع أشهر في بطن أمك لكن ما ذكر الحياة حياة بتروح بسيطة جدا فالواحد دائما يعني ربما أنتقل فيه في آخر نقطة أنا ما أدري عن الوقت يعني خذت من وقت كثير الوقت مثل الرصيدة كلية في الحساب الحمد لله أجل نمشي ما ندري نطالع بعدين نتخلصنا إن شاء الله نشوفش السال سبحان الله التجارة بشكل عام علمتني شيء عظيم 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 تعرف أنت الوظيفة دائما فيه فيه شعور ارتباط بالمدير لازم يرضى المدير ولازم استعظم المدير والخصم والخصم التجارة ارتباطك مع الرزاق مباشرة ما فيه شيء اسمه مدير ولا فيه شيء اسمه مراتب ولا فيه شيء اسمه أنت وفي السماء رزقكم وما تؤدون تأتي دائما في التجارة شعوري أنا أعتقد اللي جرب هذا كله خاصة كل ما ضاقت بكل السبل تقترب إلى الله أكثر لأنه هو مولاك وهو الرزاق وتبدأ تتعرف على أسماء الله وصفاته وتبدأ حتى صلاتك دعائك تشعر له شيء آخر أنه ترى ما فيه أحد إلا الله لن تنتظر آخر الشهر راتب لن تترقية ولا زيادة لازم الله يرزقك فأنت تشتغل تشتغل فعدين لما تسجد تشعر أنه الآن هو العمل الحقيقي كل هذا الجهد لن يأتي بثمر إلا لأن الله يأمر كن فيكون فتصبر تصبر تصبر لما يأتيك الفرج بطريقة غريبة وهذا اللي يرجعني الحين تذكر يرجعني للعقار ليش رجعت للقضية للرجل الإسباني في العقار هذا اللي راح إسبانيا مع اللي كان يشتغل هناك أصبح صديق له وهو أجنبي وأصبح كفيلة في السعودية وفتح لهذاك باب رزق من هذا الرجل صار يشتغل معه في إسبانيا في مشاريع بلاطور خام وكذا وأنا ما كنت أعرف السال فهذه كلها بس كان رجعني في إسبانيا بارك الله يعطيتني يعني بتوش وكلها سيارة بسفواك يعني وبعلى شي ثاني كلمني هذا اللي في إسبانيا 2019 أصبح صديق يعني نتزاور في فرنسا إسبانيا ورحت عنده في أسبوع إسبانيا قال لي يا أحمد في عندي عميل له سنة مرمضني يبغى يشتري في الله في إسبانيا لكن ما شر والآن يقول أبغى فرنسا طيب الحين مرمضك سنة تبيت تحول عليه بل خير برات قلت إلى بن البار مو فنعي بالحلال بس كده بن الحلال هو يقنعني من زمان تعفون في العقار قلتني طيب يلا حوله لقحته لما هل بذار قلت يلا كلمني والله واتساب فقط أنا كذا 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 رح أرسلني فلان كلمت بالصوت لا شافني للشي رسلتنا ثلاث مقاطع صوتي يذكر وقبل ما أرسل لي قلت قبل ما ترسل لي قعد تنقر في العقار تراك تكون شغال لا بتقبل نصد وحروح في ماك ماك دونالز هناك فيه أشبه بالمكاتب مداما نسميها إذا كلم لحد أنت في أي مكتب فرع كذا خلاص شغال طبعا باللغة الفرنسية نظام العقار كذا أسعار العقار لا 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 وادخل حتى في العقارين في السعودية حتى تعلم مبادئ العقار وكذا سبوع سبوعين كذا تقريبا حسيت أني على أقل في المدخل أعرف كشي السال فيه بعقار عرفهم زرتهم في يوم كلمني مقاطع ثلاث مقاطع صوتية قلت لي خلاص كم يزاني تكن تبي كذا 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 قال لي مباشرة سبحان الله كلمت المكتب و أعرض لشقة صورت ما صورتها حقيقة الشقة الأولى ما عجبتني في أي شركة تأسسها أو شي نفس مظام عندي الشيء لي مو الفلوس كعنه فلوسك ما يبقضيه تربح أنت أمانة عندك شقة شقتين ثلاث كلها ما صورتها وكلها ما عجبتني حطيت نفسي مكانها حتى وجدت الرابعة في مكان ممتاز سعر ممتاز راح تصورت ورسلت على الفيديو قال لي أوكي قلت نعم أوكي كاش ولا شكاش كاش ولا حولك على حسابك ولا بالفيزا ولا وشو كم سعراء كم سعراء كم سعراء المحامي ذاك كان ثلاثمائة وخمسين ألف يورو ومع الأتعاب طبعا إلا أنا ما ديش السالفة كيف أسوي أتعابي كيف كذا قلت أسأله في سعودية قالوا واحد في الميوم قلت يا ما ينفع ما يشتن شبح زي الناس وقلت يعني أنت موافق قال لي موافق لا يا حبيبي لازم تجي لأنه فيه نظام اللي هو عقد يسمونه عقد وعد البيع مدة عشر أيام توقع عليه عشر أيام لا تعرض صعب الشقة ما يدخلها أنت بالخيار تتراجع أو تتمم أو إذا راحت عشر أيام ما جاوبت أنت ما تدفع شيء ما تدفع شيء فرحت وقعت نيابة تنعان طبعا المفروض بس بحكم علاقتي معهم قلت أنه كذا وهو بيجي يشوفها قال لا ما يحتاج أشوف أنا واثق فيك قلت له والله كلمته وماشر قلت له واثق فيني مين تعرفني أنت وانت يا أخي أقول لي يا أبو فلان الله هديك كيف تحول مبلغ لي أنا تعرفني وأنا مين قال لا من صوتك قلت الله مكبر أخط في أنت زي ما قال كم مهر قلت قلت لا يا أخي ما هو بلاد درجة ترى المبلغ ما هو بثاث مية خمسين ريال لا والله انتجي وأنا أخذ خمسة في المية يساتر مقابل استقبالك وتوديعك وفندق والترجمة وأمشي معك إليه أنت تستلم المفتاح أنا ما لبس مسار طبعا كونت شكل شركة كذا على طول أنه أنا شركة إدارة أملاك بطريقة الفلانية وأنه أنا أمسك العميل من إيلان بعضي كسم شركة عقارات فرنس لا لا يعني هذا جاء أول شيء في البال على إيها فلوبك صراحة لكن لا وصلت مرحلة معادة أفكر باسم خلاص على طول قلت له خمسة في المية خمسة في المية مقابل كل الخدمات هذه يعني تبي واحد في المية خلاص هذا الشيء قرح اشترهنت وعطني حقي أنا عارف أنه العميل لا يتكلم عربي أنجليز مثلا أو فرنس حتى لو يتكلم بيخاف يعني أنه قوانين وضرائب ودنيا قلت كل هذه أنا مسؤول عنها ترجم أنت عارف عقد الشيقة ثلاثمائة وستلعين صفحة يعني يستاهد تقعد تقرأ وتقعد وبعدا استعنت بقانوني واستعنت بمهندس معماري وتعرفت عليهم وكله خوف أنه يصير فيه ثغرة تصير أمانة في رقبتي إليه أنت أكدت من كل شيء مية في المية وفعلا جاء واستقبلت وافق على خمس في المية على طول أصلا قال ليت بي قال يا أخي انت رجم الحمد لله جاء لأنه شوف عندك كاتب العدل يسمونه النونتيغ هذا يأخذ ما بين 7 إلى 8% من قيمة العقار وهذا أكثر واحد في فرنسا يأخذ تقريبا راتب في كل بلدية نسميها يعني يكون معين منها ثنين ثلاثة ما هوب على كيف كل واحد يدرسه طب هل المهام مختلفة عن كاتب العدل عندنا تقريبا يعني أستبرير رجعني للقصة لما قلت مكاتب العدل ترى الفرق بين السعودية وفرنسا السنين ضوئية في قضية المسألة التقنية والتطبيقات والسهولة وأبشر يعني أفتح أبشر هناك الناس يحسبونني ساحر كيف يعني على طول قلت يا حبيبي جوازي أجدد بكرة أخذوا ليجيني حتى لو فإلى الآن طبعا هم ما يصدقون هذا الشي هناك تخلف إلى الآن لذلك يسمونه أي واحد عرف لي فرنسا يقولك بلد الأوراق ما زال ملفك ملفات وأبراق ومواعيد وحمسك سراء يعني حتى نظامنا القديم اللي قبل لا أفضل منهم ففي فرق كبير هذا من الإيجابيات الكبيرة اللي عندنا اللي ناس يتوقع خاصة اللي الغرب وفرنسا وغرب يشعروا أنه يعني بلدان الحالم اللي كل شي فيها صح لا والله يعانون جدا يعني أنا هناك مقيم وعاني من هذه المسألة معيد يعني تجدد إقامة جدد جوال جدد كذا يا شيخ مثل الهم يعني على الدرجة بعضهم ما يبي جدد فرجعني للي سوف برجعك للي سوف بس الشقة بعتها واخدت 5% ايه فالحمد الله استقبلنا يعني يعني بس زار الشقة أنا ما بعد أول غرفتين خلاص يقول يقول هو بالعربي يفهمون قلت لا ما يفهمون قلت لا قلت لا خلاص قلت طيب أصبر عشر أيام قلت عشر أيام مفاوضات كذا قال لا أنا ارتحت جدا للمدينة والحي وارتحت وهل يتملك هو السعودي يتملك في فادي أي مباشرة بدون مكتب هو يملك مباشرة أي مباشرة حتى ما عندك إقامة ما عندك جنسية لا قد يجب زباعين دا الحليل اي لا وتملق دائم غير بريطاني اللي هو مئة سنة وكذا لا هذا تملك دائم طبعه سألني كذا الأسي لو كذا وقرأت قبر كل شي الحمد لله الحمد لله تمت البيعة ورجع وكملت الخطوات مع النونتيغ حتى يكون الموعد الأخير أنه يجي ويوقع التوقيع ويأخذ السك ومفاتيح حتى الحمد لله أخذ المفاتيح وعطت عند باب الكاتب العدل قلت الحمد لله الآن وجبت خمسة حكتي قال بشربها لكن هذا المفتاح لنتك وقال لستدري نلتقي في الشانس كان هو حاجس إن شاء الله نتقينا فيه وقال أنا أبغى هذا الأوراق تأثثها قلت إذن نحولها قسم إدارة التأثيث أصامكم مو أجد ما شاء الله عندك تبشر وعلى طول كذا برمجة في بخك طبعا مو باسمها رحلات التأثيث وقالا فالحمد لله أثثت لها تأثيث شقق فالنسا لا الحمد لله أثاث ما شاء الله الحمد لله من إيك وكذا وتأثيث جيد الحمد لله شو ما شاء الله ما رح يقطع فبعدت أصدر باقي إدارة جد جديدة تنتوق إدارة أملاك جدا أحسنت لأنه خلصنا التأثيث مبلغ التأثيث كم قلت والله ما أدري لأنني تحثثت وخلصت ما أتفقت معك يا حبيبي اللي بتحول حول حول لي مبلغ ها زين والله زين الحمد لله خير تعرف لي ودك تزيد بس ما ودك يعني تقول لي بس تعطيه عبارات إيحاء ما أبدال إلا جيني نفس المبلغ أدبل يا ساتر هنا عدر ساتر قلت آخي خلاص كثير خلاص كذا زين قال لا والله تستاهل وكذا قلت بارك الله فيك طيب وش أسوي بهذا الشي قال هو علنه مثلا يجي كل صيف جت كورونا قال أصلا الله أنا ما وش رايك شو سوي جرها سانو وجرها كذا جرها كذا 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 قلت لي تبي نحولها إدارة الأملاك عندي قسم إدارة الأملاك دهرة أملاك ونشغلتها إلى يومك في ربي أمبي آه ما شاء الله اشتركت في الضرائب طبعا أنا ماسك كل شي فيها لقضية الضرائب ما لا علاقة في أي شيء كهراء بإنترنت متابعة كل شيء يعني حتى حتى الإنترنت لما يكون فيه عرض أفضل على طول أروح الغيضة وش بك هذا مع أنه بالنسبة لمثلا ما يكلف من 40 يورو إلى 30 يورو بس تشعر أنه لما تشعر أن هذا البيت بيتك وتحس أنه هذا بفيدة تسويه فمستمر فيه والعلاقات اللي بنيتها تحولت إلى لقاءة زوم واجتماعات إلى يومك مع مهندسين في مارسيليا في ليون في باريس والتقيت بناس 40-50 سنة وناس كبار سن وناس عقاريين وناس كذا حتى يعني بلورت الآن الفكرة ما بعد أطلقناها بس بلورت سمونا التيرفير التغفير اللي هو بعد فيها الرحلات ولا بدوا يبتكرون لنسم يعني كأنك تقول الأرض الخصبة أو كذا الفكرة أنه ما رح نشتري لك أرض أو عقار أو شيء إلا يكون في مكان مناسب أو شيء مناسب أو كذا والحمد لله كونا فريق الموقع الإلكتروني خلاص جاهز الهدف الهدف أنه استثمار عقاري استثمار عقاري للخليجيين في أرب خاصة أني لقيت أنه في ناس ملاكناك وفي ناس أكلوا بعض الحيان شوي هوى بعض التجارة فقلت هذه فرصة وصراحة العقار الربحة يوازي وتعب أقل من السياحة وربحة أجمل السياحة متعبة متعبة لأنك حتى العميل حتى تشوف لو عندي عشرين عميل في يوم واحد أنا كأحمد ما أرتاح لأعرف أخبار كل واحد زعلان راضي كذا لو عندك ألف موظف لازم أتأكد أنهم مرتاحين ومبسوطين فالآن الحمد لله العقار هنقول في المجال التأسيسي ماشيين الطرد الفرنسي كل فرنسي ماسكين البنات وماشي الحمد لله يعني خلقوا لي طيق طيق وماشي والسياحة يعني خاصة من هناك إلى هنا أعتقد بيكون لها بيكون لها قوة قوة جدا يعني خاصة في وقت الشتاء من كتوبة رفوق وخاصة نشوف ترى التسويق التسويق السياحة في فرنسا هائل أي مكان تروح تلقى الشاشات وشكبرها العلاء يعني الفرنسيين خلاص صاروا يعرفون هم على الآن السعودية لازم أروح لها أستكشفوش فيها يعني قبل أسبوع استضفت وحدة وبنتها كانت زارة اليونيورسكو في باريس وجدت تسأل تقول أن رايحة سياحة مع شركة فرنسية إلى السعودية ثمانية موعي بنتي بنتها في سويسر بيلتقون في الرياض تقوم زمان ما شفتها فبنلتقي في الطائرة وبعدين نروح للرياض بعطوها رقمي قالوا أن تسأل حتى أن تحب تتعلم لغة عربية وتبغى تستكشف حتى الإسلام في السعودية وتبغى تشوف عاداتهم وأكلهم كنت بس جت فعلا كلمت واتساب وترد وكذا تحس ما شاء الله عمرها ما شاء الله عشرين كبيرة هي يمكن أن توقع في الثمانين فوصلت الرياض هي مع قروم فعزمت على عشاء بيت أختي وجو استضفناهم كانت ليلة ماتعة جدا استمتعوا استمتعوا جدا وخواتي ما قصر قدموا له مهدايا وبخور وعطور ودنيا أنا مفاجعوني ما كنت متوقع قلت عشاء قلت له هذا عشاء البيت المطاعم موجودة كذا بس أنتم أنا أعرف طريقتهم يبغون تجربة يبغون لذلك أي شيء غريب يقول نبغى نذوق هذا أخذوا صورة حسنة جدا جدا الحمد لله درجة العجوز ويتودعني عند تركب السيارة ودهم ودختي وياه واحد إخوة ميرسي ميرسيو أحمد تعرف لي تريد تحظنك تريد تطمب قوة ميرسي ميرسي وانا أقول ميرسي كنا فينا تشنج قلت شكرا لك يعني السلام طبيعي وراح حبوا إلى الآن تتراسل معي وكذا وقالت القروب لازم يكون معك لأن الشركة التي جاءت معها مرمطهم في البرنامج يعني الرياض جلسوا فيه يوم واحد فقط يعني وصلوا اليوم بكرة من الصباح ودوهم سوق الزل إلى المغرب في عز الحر حتى أن قلت شنور رحتوا أنا كان معي ثنين جاي من فرنسا وديتهم سوق الزل بعد العصر وأكلنا الحر بس عارف أنا كيف وديهم دخلتهم في مكان مكيف بعدين لما برد الجو فأولي والله إلى المغرب بعدين جوا وتعشوا عندنا بكرة راحوا قطار إلى حايل وصلوا حايل عشا وجولة بعدين الصباح يروحون للعلاء وبعد العلاء يقلون يوم يروحون للمدينة وبعد المدينة اليوم اللي بعد يروحون جدة بعدين جدة اللي هو اليوم اليوم والأمس يروحون لباريس فقلت ما شاء الله رحلتكم كلها عبارة عن خطوط أنتم مستاجر عند واحد راح خطوط مو بشركة فرنسية هذه فهذه عطتنا أيضا دافع أنه إحنا نقدر نتميز نعرف البلد يعني شخص على طول انتقدنا البرنامج نعم ببرنامج يعني حتى الدرعية اللي هي الواجهة الأساسية في الرياض ما رحوها ايش تعم ايه ما رحوها عرزق الزل إذا يوم واحد إذا كان ما عندك ليه واحد ثم درعية تكفي لا لا السياحة الآن مذهلة صراحة يعني أنا في مكتب شغالين عليه في البلد آه لا تنافس رحلات إيش أنتم لا لا ما رح يسوي لا لا مو مكتب رحلات جدة مو سياحة أبدعني يعني مع أنه اللي يشوفك تتكلم على البزز يقول سهلات يعني يجي بمكتب ركب شعار سميها بأول جملة تخطر على بالك ويبهو سوي شركة بس في البلد دائما يعني السياح اللي يجون للبلد الجدة تاريخية جدة تاريخية ما بعد شفتها لازم تيجي إذا مطول لازم أخذك بك لا لازم أشوف بإذن الله لازم يعني مذهل كمية الناس الموجودة والعراق المختلفة يعني البشر تجدها في البلد تاريخية يتفرق جون أحد الأصدقاء عنده لان بزنس AirBnB ما أخذ عمالة كاملة وخلاص أجرها AirBnB كله سياح فمظهري وهذا في جدة والرياضة توقع حتى لا 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 فيها ضغط AirBnB أنا نصيح للي عنده شيء يبدأ يشتغل فيها تترى فيها فيها خير وعلى طالة الجدة تاريخية هو مشكلة ليس مشكلة هي ميزة مي القضية السياحية تاريخون أنا تتكلم الفرنسي وقص على الأوروبي وقص على ومعندهم السعودية شيء غريب أنا أبغى أستكشف أو شيء الأوادم اللي فيه والأماكن اللي فيها لذلك حتى اللي جو هذا الجو في الحر قلت لهم حر قالوا مو مشكلة بس نبغى نشوف يعني ما عندهم وقت يصبرون أبغى أشوف منها الناس اللي فيها وكيف يأكلون كيف يشربون هل التصورات اللي عندنا صح أنت عارف فترة من الفترات أنا أذكرها الفرنسيين لما تكلم معهم تذكر جت فترة اللي هي خاصة في المساجد جاء تفجير في المدينة وكذا طبعا هناك تنتشر المقاطع غالبا ما تنتشر المقاطع إلا السوداوية فهم يظنون هذه السعودية فكان بعضهم أقول له إذا رحنا بروح للسعودية وكذا قال أنتو كيف كيف تقدر تروح تعيش هناك يعني مثلا إذا واحدة مثلا كاشف وجهها يقصوا رقبتها وأنه في أي مكان يطلع لك قنبلة تصور ما طبيعي فهذا التصور مع التسويق السياحي الجديد وكذا بدأ يروح وبدأ تطمأنينة وبدأ الناس فعلا عندهم رغبة قوية وميجون في أي وقت ما يهم أنا أبغى أعيش ذلك حتى اللي بينافس ينافس يعني يبيشتغل في السياح ترى لا متراهم الأوروبيين ما يركز على أنك تركز له في مطعم فخم ما يبي يبي مطعم تقليدي يبي يموت في الجلسة الشعبية يعني لو تعزمها في البيت أو جلسة ببر أو جلسة كأنك في أفضل مطعم في التاريخ عنده لكن ما يبي تجربة الإبل وما الإبل يعني العصالة هي اللي تنقصهم أي شيء يعني يعني هو يقدر يروح مطعم برقر في أي مكان في العالم تجي تودي برقر وباستا وفتتشيني خاصة فرنسا يجي وتقول وديك محل بيكري والله عندك رسول يا شيخ هو وده مطبق وده فول وده يعني يعني عطى كليجة عطى عدد الجدة وش عندكم يعني شوف جدة فيه الفطور المعصوب خلاص بس معصوب ذكرت هذا الأشياء العريق معصوب خلاص مأسوم مأسوم بودينج بانانا بودينج أنا فعلا حتى أنت سافرت هذا اللي تبحث عني يعني وهو كذلك إذا جاء عندك يشوف أصالتك أكلك شربك أسلوب الناس لا هو مو بدائم ترى خاصة الخليجة لما يروح أول ما يجري فيه مطعم ليه مطعم شعودي يبني الحلال من غفل ترز دايم يعني ليش فكت هناك شعور ما شعور أو شعور أفضل شعور ما في لندن ايه ما يجري أنا مثل من نوع أبلي أحب التجربة طبعا نتكلم في الحلال في الأكل الحلال فرنسا تقريبا كلها لفيتها ياملها بعض الرحلات الحالي أسكن في كومبينج في مخيم أسكن كده أحب التجارب يعني دخلت مع الناس اللي في الساحل ولي في الجبال وكذا يعني لو وقي مثلا في فرنسا أنا أفضل ناس عندي كلهم يعني بصراحة يعني شو كلهم محترمين تتكلم بشكل عام هذا لا يعني لما نقول كل السعودي محترمين ما في عنصري ولا ما في واحد مثلا أخلاقة سيئة موجود في كل مكان لكن تكون بشكل عام أخلاقهم رائع مؤدبين يبادرونك دائما بالسلام مهجور سواء في المحلات أو في الشارع وكذا في جبال الألب حوى حدود سويسرا وفرنسا وإيطاليا بالنسبة لي أفضل الناس اللي يتعامل معهم كبار السن هناك رهيبين جيب منهم كهو خراس ما عاد يقوم ممكن تزيدني واحد نزيدك يا شيخ لا شرب بس شت عقيم شت فأذكر واحد راح معي هناك كنا راحين نشوف الحمد لله عندنا الشركة الآن أكثر من 125 عقد مع شاليهات فخمة في أفضل منطقة نعتبرها ما بيقول في أوروبا عشان كل واحد منحازل لدولة يزعل بس اللي بين سويسرا وفرنس تعرف أنسي الشاليه هذا لو تاخذ أي شاليه هناك أنسي نص ساعة جنيف نص ساعة شاموني اللي هو منتبلان منتبلانك الجبل الأعلى قمة في أوروبا 45 دقيقة ليش أنا اخترت المنطقة هذه طبعا استكشاف ودوران وفي خسائر وفي كذا عشان تشوف لك واجهة جديدة الناس يقدر ولذلك الحمد لله لو تلقى عميل هناك تعرف من العملاء ما نحب تكرار حتى باريس لو تبيع عشر أيام معنا أخليها مختلفة تماما أي واحد تسأل باريس أوش شمز زي برجيف لا يا حبيبي هذا آخر شيء يخليها لك إلى أنا إحنا باريس الحمد لله وضحي وصلنا إلى عشرين يوم يوميا نخلي لك مرنامج ممتع تبي ترفيه تبي التسوير اللي تبي فاخترنا هذه المنطقة من أول شيء الشاليهات فخمة بعضها مسابح بعضها جاكوزي ساونة صالات رياضية أسعارها جيدة جدا يعني خلنا نقول تبدأ من ألف يورو للأسبوع ابتداء ألف يورو يعني نقول خمسة الاف ريو شيء مم طبيعي أنا بعض حالا أخذ استراحي في الرياض مسميها مثلا الجبال فرنسية تطلع على حر فالشاليهات هذه خلال الحمد لله من ألفين وتقريبا أتوقع عرب وحتاش إلى الآن الحمد لله عملاءنا دائما دائما يتكررون فيها بغيث لك عن التربية في فرنسا فأنت من شاء الله عندك الآن خمسة بنا وبنات الله أحفظه لك واضح من التسمية أنك صامد على حويتك العربية الإسلامية للناس الناس هنا صارت تسمي الغليان وبليان ولليان أنت من شاء الله نورة فيه فكرة قبل هذا خاصة لي سافر حاصة في وقتنا كان شيء حتى وقتي كيف تسافر يا أخي كذا سفراتي طبعا غيرت في أفكاري شيء حتى في مساءل مساءل فقهية وكذا ومهو بعبثا قراءة وباحث وكذا ذلك دائما نقول التغيير مو بعب أنك تغير أو تغير في فكرك أو تطور لكن خلني سميه الانفتاح شيء أنك تنفتح على الآخرين حتى تعرف ما عندهم والميوع شيء الميوع تصير ما عنده عندك هوية مرة يمين مرة يسار مرة فوق مرة تحت أما الانفتاح خلاص أنا أعرف لذلك لما عشت فرنسا في مساجد فرنسا الغالبية طبعا مالكية وإحنا هنا حنابلة نتكلم مسألة فقهية فبدأ التوسع الفقه عندي اللي لو شفت هنا في الرياضة قل يا أخي هذا ما يجوه هذا سنة فتكتشف عمليا قرأناها لما تقرأ الحنفية والشافعية والمالكية وكذا شيء ولما تعيش معهم شيء آخر لكن من القواعد من السنة ترك السنة إذا كان قد تحدث فتنة يعني كمثال هم مثلا يسدلون وانت هنا تمسك إذا كان كلهم يسدلون فأترك السنة استجابة للسنة حتى ما تثير فتنة إذا كان ستثير فتنة بينهم أو بعضهم اللي يقول ما يقول مثلا آمين أو تسلم سلامين فيه خلافات كثيرة هذا ما يفتح عندنا فأدني فأدني خاصة عندي خلفية مع الشيخ الله يرحمه وبعض القراءات ما أسمي نفسي لا طالب علم ولا شيخ ولا داعية ولا شيء ولكني محب محب لديني صراحة وأعتز فيه وأعتز في هويتي وأعتز في ولذلك دائما نقول للشباب اللي بعض الحوار وينتقدون يقول شوف أنا أنفتح لكني ما عندي ميوع يعني إذا رحت فرنسا أجيك خلاص معد ألبس الثوب معد ألبس الشماغ وحط لي الشهار وكذا وأسماء أولادي غيرهم وأنتقد حتى شكلك ولبسك وكذا وكأني أنا لا أخذ منهم الإيجاب وأخذ كذا بس أنا متمسك ولذلك ترى هم والله ما يحترمون إلا أن يتمسك بعاداته وقيمه وحتى دينه اللي يشوفونه ما عنده ما عنده يعني مبادئ يثبت عليها ترى ما يكون احترامه شديد عندهم فالحمد لله يعني هذه أسماء الأولاد مثل ما ذكرت يعني أنا أعتبر اسم الوالدة الله يرحمها نورا ونورا وزيد اسم الوالد رحمه الله ويوسف كان أمني عندهم رحمه تحب هذا الاسم ما أذرف ليش ربما من قصة يوسف عليه السلام أسميته يوسف الحمد لله وتسنيم وسيرين أنا اخترت ثلاثة وهي اختارت تسنيم وسيرين كل واحد مزاجي فأما التربية لما نحول التربية بشكل عام شوف يعني ما أقول أنا مثالي ولا كذا بس أنا أعتقد أنها أسرها يعني الحمد لله ناطجة وأسرها يعني الحمد لله يعني بيئة طيبة الحمد لله خاصة بيئة جدها يعني اختيار أخوالها يعني يعني خالها مثلا مهندس وحافظ قرآن الثاني نفس الشيء صيدلي حافظ يعني جزء من القرآن واهتماماتهم يعني بس عندي قضية التربية في الزمن هذا والتربية في الزمن السابق أنه الأب له مسؤولية أكبر من الأم ربما توازي الأم أقصد ممث الأول أول تعرف يربي الجار يربي الإمام يربي خالك وعمك والحارة ما تقدر تطلع من عندهم الآن الجوال يربي الإنترنت كل شيء يربي فوجود الأب حتى لو كان يشتغل أنا قاعدا صحة الآن إذا ما تقول ما عاد عندي وقت حتى وقتك لأصحابك تركه وخلى لأولادك مو بالأم فقط لأنه الآن مسؤولية كبيرة لازم الأب يكون قريب جدا لأبنائه أنا يعني تقريبا جزء من وقت اليومي مع أولادي في البيت سواء لعب سواء نطبخ مع بعض سواء كنس سواء تنظيف ترتيب أي شيء أطقاء أي مشاكل مرة تعزني أوخوم الكبير لعب معهم كورة في الصالة أي شيء ما في مشكلة غير زراعات القيم يعني كثير من القيم تزرحها أصل وأنت تلعب معهم وأنت كذا وأنت كذا وأنا شوف أثرها والله الحمد يعني أثرهاك موجود الحمد لله بذلك يعني أرجع أقول قضية البيئة أول عن الحين أنا وشوها اختلفت الآن العالم صار عالم واحد فقد تجد أسرة عائشة مثلا في في السعودية مثلا الآن تجد أولادهم للأسف ما فيهم أحد ناجح لا في دين ولا الدنيا وتجد أسرة نفسها موجودة في أوروبا في فرنسا ما شاء الله ناجحين وتجد أيضا العكس وأسرة هنا ناجحة وكذا فالأساس معناته هو البيت البيئة لبرة هي مساعدة تساعدك ولذلك أنا هذا دائما أقول أنا الحمد لله أنا ما زال إلى الآن الكبير عمرها 11 في صوت والصغير يوسف سنتين 2021 سنتين فالحمد لله يعني الأشياء اللي أنا أحب أزراحها دائما في أولاد من يوم صغار شيء إحنا ما تربينا عليه بشكل تعرف من يوم صغار سوك كذا ترى الله يحطك في النار إذا ما صليت الله بيحطك في النار فدرجة أنه ترى في من ترصبات الحين في ناس وصل إلى مرحلة الإلحاد ليشهر الإله اللي كله تعذيب تعذيب نار 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 فأول شيء أنا أحاول أزرع فيهم هو محبة الله والله يا أخواني الحياة كلها بدون جود أنك تستشعر محبة الله والله لن تجد السعادة ولن تجد محبة الله إلا أن تتعرف على الله ولن تتعرف على الله وأسماء وصفاته إلا عن طريق هذا الكتاب العظيم السماوي القرآن وإذا ما عرفنا هذا القرآن وتدبرناه لذلك ما في آية يقولك يعني احفظ القرآن ولا كذا كلها تدبر 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 فلا يحقولون ولا فلا يتدبرون تدبر آية واحدة فقط ويفتح الله عليك فيها قسم بالله كأنك ملكت الدنيا لدرجة أنك تقول إيش هذا الكنز أنا ما أبغى أترك القرآن يعني مثلا تجد واحد يقرأ مقال ولا كتاب ولا خطاب حتى لو ملك من ملوك الدنيا ويقرأ مرة واحدة تقول له يا أخي قال الملك وقال كذا معنا ما قرأ إلا مرة واحدة ويفصل لك ويحاول يقنعك وكذا طيب أنت ممكن تقرأ عشر صفحات تقول له أسنا وشقرات يقول والله يقرأ وشقرات ما أدري قلب لاهي والتدبر لو تقرأ فقط يعني أنا دائما أقول التفاسير كثير منها متشابه يعني كأنها نسخ وليست كلها طبعا لكن تقرأ حتى تعرف معنى هذا ومعنى الآية هذه والعاديات والفلق وأوى أما التدبر خلاص أنت عرفت معنى الآيات والكلمات وأسباب نزول مثلا تحاول تقرأ ثم تجد إذا أنت اجتهدت وجاهد كأن الله ينزل عليك معنى ما حد ينزل عليه فتلقاك يغير حياتك ويغير الآخرين فكذلك دائما نقول أنا عن نفسي أشياء سلوكيات في حياتي حتى بعد الثلاثين كذا تغيرت بآية بآية وقعت في القلب أو سمعتها أو كذا القرآن هو يعني صراحة هو هو الكنز في هذه الدنيا وهو فعلا جنة الدنيا يعني الله يزول أول لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتابة يتلى عليهم كأن الله يقول ما قال لك أنا ما راح أقول لك ما يكفيك عطيتك عيون وعطيتك كذا حتى لو ما فيك هذا كله لو ما عطيتك هذه النعم يكفيك هذا الكتاب الذي أنزلني هذا الكتاب هو أعظم نعمة يدخل في القلب خلاص فأسأل الله يعني نكون من أهل القرآن ومن الناس المقربين من الله عز وجل وهذه من الأشياء الحمد لله أنا ما زلت أشوفها وأسأل الله أن تكتم الواحد ترى يشتهد في أبنائه في النهاية يعني يا أبني يركب معنا ليس خلل في تربية النبي عليه الصلاة والشيء لكن يعطيك الله إشارة أنه أنت تشتهد برا منك لهم يعني أنا لما أربي أبنائي ليش مو بعشان يبروني هذه فلسفتي ولو بعشان يقولون أوه ما شاء الله أبناء فلان وكذا رقم واحد عندي لأن الله سيحاسبني عليهم فأنا أربيهم تبرئة لذمتي عند الله عز وجل حتى إذا بلغ كل واحد رشده فإذا برني فخير برك الحمد لله فهو سيبرني من أجل الله أيضا محبة فقط لي فيكون هو انعكاس لهذا المعنى وهذه يعني خلنا نقول المعاني الربانية وذلك أجد فيها الحمد لله متعة أنا عن نفس أجد متعة في التربية يعني الآن في كيد مشتاق العيال يعني من الناس اللي أطفش أطلع من البيت بنحاش منهم وكذا وإن كان فيه يزعج بعض الأحيان وكذا بس فيه في متعة ذلك أنا أقول والله لي والجميع اللي عندهم أولاد واللي ما أرزق والله يرزقهم استمتع بالتربية إذا حست أنها مسؤولية وقلق وكذا والله بتتعب إنهم في النخير عيالك ما تبر منهم فحول هذه الفكرة إلى قضية أنه أنا استمتع بولاتي زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله يفضهم لك ويقرعينك وأمهم بهم يا رب ويجعلهم من الحفظة والبررة وشفاء لك اللهم أمين ويمتعك بهم يا رب وبأحفادك آمين اللهم أمين أحفادي أسمهم برحلات أحفادي أخافي يصير في ديوانية رحلات جدية تصير أحفيد واحد الفروع رحلات بنتها فلانة يعني أولادها ورحلات الله مستعان فجل لا لا أنا أقول شوف المعاني والله كثيرة وأنا عارف حر يعني حرارة الليقة يعني ولا فيهم مكيفات اللهم لكن الحمد وشكر وكذا الأخوان ما شاء الله ممسوطين الحمد لله لكن أنا أقصد يعني الواحد بده يقول كل اللي في قلبه ولله لكن دائما نقول يعني في الأشياء اللي غيرتني هو إلى الآن ومستمر فيها ومجعلتني في سكينة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله هذا المبدأ ومعفت فيه يعني درجة اللي قدامي ومسرقت في هولندا سرق كل شيئ مني معي والد أختي هو سرق من شنطة ملابس حتى ماي بمركات مثلي أنا مجمع مركاته بشخص في التخفيضات سرقت ملابسي وسرق اللابتوب وسرق الهردسكات كلها وسرق كل شيء فهو كان فيه جزع وكذا وأنا تربيت على هذه الآية قبلها بسنتين يمكن فأول ما شفت قلت قد تر الله خيره فيما أختاره الله أكيد فيه خيره يا خيره يا بردك يا أخي أنت بارد يا أخي قلت لا ملي بارد بس الآن السرقة وتمت الآن الإجراء مبلغ كذا كذا ومكمل رحلتنا هو يقول لا نرجع باريس نلغي حجوزاتنا وتروح قلت لا لا بعد أن أنت يا أخي ما سرق منك شيء يا أخي كلها ما يشرق مستيدي ماكس يجزعنانا أنت لا يزعل قال بس أنت بارد قلت لا ملي بارد فعلا بلغنا وخلصنا وقلت والله كمر رحلت وطلعت السناب وقلت يا ناس تروسرقنا كذا وأعطيكم قضية الخيرة مش معنى الخيرة بعدين تدري كيف يعني اقتنعوا وبدأ يعيش وانا في الطريق قلت تخيل احنا طبعا كنا رايحين من أمستردام إلى ستراسبور بلا تخطيط قلت أطلع في قرية هنا فيها الظهر ثلاثة بيوت وشايبين ومخبز شكل مخبزهم يطلع أنا أحب القرى اللي فيها ناخذ الكروسونات وكذا ونمشي فعلا الرحلة ونستحيل مستحيل تسرق من المستحيلات في عشر دقايق سرقنا فهونا خارجين قلت تخيل إن ما خرجنا وكملنا ومقدر لنا إنه نكون تحت تريلها ايش رايك خير أخ خير من هذه ولا هذي قلت له له أشوك كلها ملابس كلها هارت ديسك والله يعوضنا خير والحمد لله كمل رحلتك حبيبي فالله والله يعلم في أمور الغيب أحنا ما نعلم إلا الصفر الله يعلم الغيب كامل أما في أمور الدنيا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أنا أقول أنا عن نفسي وأخواني كلهم المستمعين عش بهذه الخيرة فيما اختاره الله والله تقيد يعني مطمئن إذا جاتك مصائب يجاتك أي ابتلاو وانت تقول لا أعلم أين الخيرة قد تكشف فيما بعد فعلا ما تعرف الخيرة إلا بعد وكل واحد يراجع نفسه ونختم بهذا هل حصلت لك مواقف كنتم تمسك فيها ثم ما حصلت والآن أقول لك لو ترجع تريدها تقول لا إيش وأنها مصارت الحمد لله إذن الله يعرف أكثر منك فلا تحزن ونحمد بالله والله يعني هذه اللقات العظيمة لا أعرف كيف أنهيها فشكرا لك العظيم الله وأعظم شيء ستر الله علي لو لا ستر الله والله ما تجلس معي شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم عمل على إنترنت هذه الحلقة في العداد عبد الكريم العدواني في التصوير نايف شار في التسجيل الصوتي خلود حلب والهندسة الصوتية يوسف براهيم في التحرير ريان بكيل وجميل عبداللهد في التلوين أحمد سالم في الإنتاج ريم الخال في إدارة محتوى تواصل اجتماعي نور السبيعي فيعطيهم العافية جميعا وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله كونوا بخير أنا لاحظت من عيونك أصلا هو أعتقد إن شاء الله لذلك نشر حلقة ما ينفع الآن وهي أنه آل زوجتي ما هي مقتنعة بالسفر إلى قرص مت متخوفة من الواقع شوف أول شيء إذا اللقاء بينشر إذا بينشر بتجي على أول واحدة بتجي طيب تبينزيد اللقاء ونتكلم عشان معاشته اللي خايف قول له أشهل أشهل السؤال بس يعني ما هو واقع جميعات مسلمة بسراعة شوف كل متخوفة أنا آخر واحد جاء وزوجتي متخوفة وأيضا هي منقبة في يوم جاءت أن أكست الصورة عندها 180 درجة حاصلة من دخل المساد وشافة يعني الحين في رمضان هذا سوينا مسابقة القرآن اللي سجل فقط ووقفنا تسجيل 500 ما بين بنات وشباب في باريس ووقفنا التسجيل من قبل ما يبدو رمضان واللي حصلت على الأولى وحفظت القرآن كامل وكل شيء عمرها 56 أنا نصدم أنت أعطيتها الجائزة قالوا أنت أعطها الجائزة الأولى هذه أنت أعطها الجائزة أنا تقريبا أصلي بهم تراويح وبعض رحيم خطب جمعة وكذا يعني للأسف يحسن أن أظن لأنه عندي مغاربي وسعودي وسعودي خلاص صحابي فأنا بشركناك أنا أعقد أنكحة وأطلق إن شاء الله ما أطلق إن شاء الله وأصلح بين الأزواج وأرقي وغيرت أقول وسحر شو اسمك لا لا إمام خطيب مؤذن إمام وكلها عمد الله زوجة عبد الكريم خلاص الحلقة تكفيها وتقتنع إن شاء الله إن شاء الله تقتنع وإذا ما اقتنعت تشغل السبيكر لأن واحد سواها شغل السبيكر مو بنقل في رأسها قالت وراما نحجز فرنسا بكرة لا تدعوش قالت لي أنا ثقف أبو زيد أكثر منك قالها قوية لأن أنا مزوجهم يعني زماني يوم الشباب أنا اللي سعيت اللي نزوجت يعني من عمر 20 أزوج تفصيلة مهمة في القصة نسيت تقول أنا قصة الزواج يصل طالما قعدت من ثالث ثانوي إلى وصل عمري 32 وأنا أحاول أزوج يوم ثالث ثانوي لذلك أقول كشف الخيرة كم واحدة كنت أموت ولا أخذها لكن ما حصل والآن لو تقول لي ترجع أقول لا حسنًا حسنًا أفكر واحد ولد منفوحة يتزوج باريس ما تجي ولا بغي تألف كتاب مرة من منفوحة إلى باريس يعني يعني هل هي بتكون قصة خيالية خاصة أنت تعيش من حي معروف فقير وقديم لما تقول منفوحة تقول مستحيل إذا يعرف باريس ترول سفرة لي في حياتي في خارج المملكة باريس يعني متخيل جدة جدة ما جدها من منفوحة إلى باريس جدة صغر الله